اشتركوا في القناة مباراة الاهلي وبيراميدز الاخيرة وماذا سيحدث في مباراة غدا ان شاء الله اما في الفقرة الثانية الاستاذ محمد ابو علي والاستاذ ايمان جيلبرتو في ديوفة البيت الكبير طبعا اتفرجنا على مباراة الاهلي واستمتعنا بمباراة الاهلي وبيراميدز الحقيقة اللي اقيمت مساء الجمعة وزي ما حضراتكم عارفين السبت ما كناش بنطلع لحد الحقيقة ظروف خاصة منعتني من التواجد ولكن النهاردة انا مع حضراتكم على الهواء مباشرة يوم الجمعة الاهلي كسب بيراميدز 3-2 مباراة حلوة لما تيجي تتفرج على مباراة الاهلي وبيراميدز تلاقي المباراة مباراة حلوة مباراة وجهة نظر ان كان جمهة الاول محمد مجدي افشا قدر يسجل هدف فوز رائع في الديئة 85 يمكن هادي الديئة اللي بيشتهر بها الحقيقة مجدي افشا خلال الفترات اللي فاتت وبالقاضية لو تفتكروا يوم 27-11-2021 على ما اتذكر ما عرفش المزبوط ولا لأ لكن ده اللي انا متذكره فمحمد مجدي افشا دايما دايما بيلعب في الديئة 85 وبيعرف يحرز اهداف في هذه الدقيقة عشان كده حضراتكم تقدروا تعرفوا قيمة ان يكون عندك لعيب بحجم محمد مجدي افشا مباراة كانت حلوة قوية مصيرة في معظم احداثها ولكن دايما بحب اتكلم عن القمة قمة مصر هذه الوقت ما تيجي تتكلم عن القمة حتقول اهلي وبيرامدز ولكن وجهة نظري ان الدربي الاهم والاقوى والافضل وعلى مر التاريخ اهلي وزمالك اهلي وزمالك هو ده وجهة نظري انا حفضل اقول هذه الكلمة مهما كانت الظروف سلام عليك يا سامرة جون حلو بصراحة الواحد وهو قاعد بيتفرج على الجون مستمتع يعني واحنا قاعدين كنا قاعدين مجموعة كبيرة جدا كان في وسطنا شوية ما بيشجعوش الاهلي الحقيقة ولكن قد ايه كانوا زعلانين جدا 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 ان محمد مجدي قفشة جاب الجون ده والله يا بجد انا كنت قاعد عمل لهم كده لما مجدي قفشة جاب الجون ده عادت عمل لهم كده وكلمت قفشة بعد الماتش عشان ابركله فيعني لانه الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يا جماعة دي كورة واقد اقول لهم كده قلتوله يا جماعة دي كورة قدم في الاخر بيرامدز لعب ماتش جيد جدا يستحقوا التحية على اداءهم لمباراة جيدة شغالين مع النادي الاهلي في الدولة حتى الان ولكن النادي الاهلي بمجموعة اللاعبين اللي فيه بمجموعة الادارة اللي فيه بمجموعة الجهاز الفني اللي موجود فيه الحية ومن نفوقيهم ادارة لكورة القدم تستحق كل الاحترام وكل التحية خلال الفترة اللي فاتت هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحية لانهم عاملين افضل حاجة في الدنيا الحية عاملين وقضين كل البطولات يعني يمكن هذا الجيل يقترب من الجيل السابق زي ما الجيل السابق يقترب من الجيل اللي قابله ولو قعدنا نقول كده هنرجع ل1907 وبدايات النادي الاهلي البطولات اللي بياخدها دايما النادي الاهلي هي اجيال ورا بعض واجيال بتسلم اجيال هي دي او هي دي قيمة النادي الاهلي دائما مفيش مانع محدش بيفضل في مكانه يا جماعة ومحدش بيفضل موجود سنة واثنين وثلاثة واربعة ممكن جدا الناس تمشي ويجي ناس تانية ولكن يظل دائما حب النادي الاهلي في القلوب احنا الجيل اللي قدامنا ده بيحبوا النادي الاهلي مش بيحبوا النادي الاهلي عشان بيلعبوا فيه ولا فيه حد ممكن حضراتكم تتخيلوا ان هو بيحب النادي الاهلي عشان بيشتغل هنا ولا هنا يعني اللي بيشتغل في النادي ما هون كل ناس بتحب النادي الاهلي حتى ناس اللي بتشتغل في القناة ما هون بيحبوا النادي الاهلي طب مش يوم القناة ما هون بيحبوا النادي الاهلي برضو الدنيا رايحة وجاية الدنيا بتروح وتيجي فأنا عشان كده دايماً بقول هذه الكلمة كلمة مهمة جداً 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 يا جماعة احنا بنحب النادي الأهلي وبنشجع النادي الأهلي مش عشان شغالين فيه أبداً ولكن احنا بنحب النادي الأهلي عشان بنحبه بنحب النادي الأهلي هذه هي القصة كاملة فالجيل اللي قدامنا ده جيل محترم جيل رائع جيل ليستحق كل التحية وكل التقدير مهما عمله ان شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي من الواضح ان الأمور مشى بشكل جيد جداً جداً علشان النادي الأهلي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نستطيع ان نفوز بهذا الدوري لو الجيل ده خد الدوري اعتقد ان الجيل ده يستحق كل التحية وكل التقدير الحقيقة يعني أربع سنوات من وقت الكورونا وحتى الآن كل حاجة الحمد لله والشكر لله باستثناء طبعاً بعض البطولات اللي في النص ولكن الحمد لله جيل محترم جيل وراء جمهور هو الأقوى والأهم والأفضل في تاريخنا كلنا الحمد لله والشكر لله أنا عصرت جمهور النادي الأهلي وأنا في الملعب وشفت لما المدرجات بتبقى مليانة فبقى شوف ان الجمهور ده دايماً له الصوت الأعلى والصوت الأقوى دائماً في كل بطولات النادي الأهلي طيب هل معنى كل الكلام اللي أنا بقوله ده ومكسبنا لبيرامدز هذا المكسب الجيد يعني وانت قاعد بتتفرج على الماتش وتشوف ان النادي الأهلي كسب تتبقى مبسوط النادي الأهلي كسب لأنه هو الأفضل مش النادي الأهلي كسب صدفة لا النادي الأهلي كسب لأنه هو النادي الأفضل طيب هل ده معنى ان احنا حسابنا الدوري لا الدوري لا ميحسن الكلام ده أنا قلته قبل المباراة سواء كسبنا او لقدر الله تعادلنا او اتغلبنا اي نتيجة لن تحسم مباراة النادي الأهلي او الدوري للنادي الأهلي مواجهات مهمة وقوية الفترة اللي جاي والبداية هتكون من مباراة بكرة امام مودرن سبورت مباراة قوية جدا ولا تقل قوة ولا اهمية عن مواجهة بيرامدز فريقين كبار بيرامدز او انا اسف مودرن سبورت عنده عدة عناصر متميزة خصوصا في المناطق الهجومية بيمتلك مدرب كبير زي بحجم كابتن طلعة يوسف والحقيقة بيحقق نتائج جيدة جدا مع فريق مودرن سبورت وعلى المستوى الفني عاملين طفرة كبيرة جدا جدا مع كابتن طلعة يوسف كل الاوراق مكشوفة معروف للجميع النادي الأهلي معروف للجميع كيف يلعب النادي الأهلي معروف لمستر كولر كيف يلعب مودرن سبورت طريقة اللعب اللي بيلعب بها أي فريق من الاتنين معروفة لكل المديرين الفنيين أهداف والدوافع بين الفريقين قوية جدا الأهلي عايز يواصل الزحف نحو الصدارة ومواصلة 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 مطاردة بيرامدز والوصول إلى صدارة الدوري مودرن سبورت عايز يأمن موقفه من التواجد في المربع الدهبي طبعا في ظل المنافسة الشديدة جدا على التواجد في المربع الدهبي عنده عناصر مميزة مزيج من العناصر الشابة وهنا بتكلم عن مودرن سبورت مزيج من العناصر الشابة وعناصر الخبرة أتمنى أن يكون طاقم التحكيم على مستوى المباراة وما يكونش فيه أي هفوات وأنا دايما بقول هذا الكلام أديكم شفتوا مستوى التحكيم الأسباني عامل إزاي لكن في نهاية يقولك إيه هو حكم أجنبي لا ينظر للأهلي ولا ينظر لبيرامدز فعندنا مباراة صعبة هذه المباراة لن تتحمل أي أخطاء سواء للأهلي أو لمودرن سبورت أنا هنا بتكلم عن الفريقين مش على الأهلي فقط لازم يجب أن يكون هناك عدالة تحكيمية مطبقة على كل الفرق والأفضل فنين هو اللي يحسن المواجه يمكن الناس كانت مسترياحة في بيرامدز وفي الأهلي علشان مباراة الأهلي وبيرامدز كانت بحكام أجانب على الرغم من الأخطاء الكبيرة جدا اللي حدست في هذه المباراة وأهمها هدف بيرامدز التاني ولكن ما حدش خباله كل الناس قالت لك آه ويلا والتحكيم ما سمعناش مثلا نادي الأهلي اعترض ما سمعناش نادي بيرامدز اعترض ولا كابتن هاني طلع أتكلم لا قال لك حكام أجانبه مش هو ده اللي الناس عايزاه لو إحنا عندنا طاقم تحكيم أو كل الحكام في مصر على دماغنا من فوق لكن أنا أتكلم عن المستوى الفني يجب أن يكون المستوى الفني خلال المرحلة القادمة وده من شهر ونص تقريبا المرحلة اللي جاية يجب أن يكون فيها المستوى الفني مستوى مستوى الفني للحكام مستوى جاية يا حتنزل الفرق ثلاث فرق حينزلوا وفريق حياخد الدوري فحرام يا جماعة وفي ثلاث فرق بتنافس على المربع الدهب فخلي بالكم من ليقتكم البدنية خلي بالكم من قراراتكم اللي ابتاخدوها جوه المستوى اللي أخضر أتمنى أن يكون طاقم التحكيم لسه طاقم التحكيم ما نزلش يا شباب مش كده لسه لما ينزل حنقوله لحضراتكم لو نزل في الوقت اللي احنا بموجودين فيه فالنهاردة الفريق استقنف تدريباته بالمناسبة للمباراة بكرة بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة زي ما حضراتكم دايما متعودين الوقت داي ما فيش مجال للتدريب الفريق بيستقنف ويختتم في نفس الوقت يعني الفريق النهاردة استقنف تدريباته واختتم تدريباته النهاردة ودخل معسكر عشان عنده ماتش بكرة طيب وبعد كده نفس الكلام عندك الثلاث مباراة أربع وخميس وجمعة ماتش حتى لو في الكاس فالراجل بيعمل ايه؟ اجتماعات ومحاضرات فنية لللاعبين قبل انتلاق المباراة وانا كل اسبوع بكلم مع حضراتكم في هذه الامور وبعد اشرح قد ايه؟ ان المحاضرات الفنية بيكون لها دور مهم جدا جدا في مثل هذا التوقيت ما يعني اللي حضراتكم شايفينه ده مش تمرين بالمناسبة دي حاجة كده ايه؟ يعني اسمها يعني بينبه العضلات شوية ان يعني ايه؟ مش مريح في البيت ولكن مريح في الملعب فالاجتماعات او الاجتماعات والمحاضرات الفنية لللاعبين قبل انتلاق المباراة هي الاهم في مثل هذا التوقيت عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم انه الاهل بيبدأ استعداداته هو بيختتم في نفس اليوم يعني في اول النهار تلاقوا البرامج اللي شغالة السادسة والترند والكلام ده يتكلم اقولك ايه؟ الاهل يبدأ استعداداته بالليل لما نوصل بالليل تلاقى الاهل بيختتم استعداداته راجل ادى يوم اجازة وبعد كده تاني يوم زي ما حضراتكم شايفين تمرينة خفيفة الناس هتجري تعمل شوية الحاجات اللطيفة اللي بتتعامل دي وشكرا محاضرة وبيعملها كولر واجتماع فني بيعمله كولر بيكون يعني هو الاهم في مثل هذا التوقيت وبعض الحاجات التمرين اللي حضراتكم شايفينها الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود زنفولي ومصطفى مخلوف بيؤدوا ميرانا بدنيا وفنيا متنوعا على هامش الميران الجماعي النهاردة في أخبار مهمة بخصوص لعبة النادي الأهلي دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق لأن عمر كمال عبدالواحد لعب الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجامعية عقب مباراة مودن سبورت وأوضح طبيب الفريق أن عمر تعافى تماما من النازلة المعوية التي تعرض لها قبل مباراة بيرامدز الأخيرة في الدولة الممتازة أشار طبيب النادي الأهلي أيضا أن عمر كمال خضع لتدريبات علاجية واستشفائية النهاردة كمان كان في الجيم إن شاء الله ينزل التمرين من بكرة إن شاء الله ما هو ما فيش وقت الأربع على طول يكون عمر كمال متواجد في التمرين الجماعي قال الدكتور أحمد جابال أيضا إن أشارة الرانين المغناطيسي اللي خضع لها عمر السلية أثبتت إصابته بشد من الدرجة التانية في العضلة السمنة مش أقل من وجهة نظري يعني هو ما قالش كده ولكن أنا بقول لحضراتكم وجهة نظري مش أقل من أسبوعين ثلاثة لغاية لما عمر يرجع مرة تانية أضاف إن اللعب بدأ من اليوم تنفيذ بنامج علاجي المحدد له التخلص من هذه الإصابة وذلك على هامش ميران الفريق الجماعي اليوم أما بخصوص أحمد عبدالقادر فأدى جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش الميران الجماعي أيضا قال الدكتور أحمد عبدالقادر أحمد جابال أن عبدالقادر تعرض لإصابة بجزعي في الرباط الخارجي للرجبة وذلك أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق عبدالقادر خضع لفحص طبي وإشاءة رانين على الرجبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للعب ده يعني سريعا جدا إيه اللي حصل النهاردة فيما يخص النادي الأهلي خلال نطلع نشوف تقرير في النادي الأهلي يعني هقول إيه يختتم تحضيراته لمواجهة موضوع فيه القائم بأعمال المدير التنفيذي بيعلن اليوم ومدير التعقدات طبعا بيعلن عن تعيين الفرنس ديمتري لوبوف مدير فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاثة سنوات وقال أن اللوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام القادمة لاستلام المهمة والتنسيق مع كابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية استعدادا للموسم الجديد وفي هذا الإطار أيضا بيعلن كابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي عفوا مواعيد الاختبارات الخاصة بالكرة النسائية بمسم 20-24-25 للأعمار السنية 15-18 سنة أيام الاربع والخميس والجمعة 17-18-19 خلال على ملاعب النادي بفروع أو بفرع القاهرة الجديدة وكان النادي قد أعلن اليوم الاثنين عن تعيين الفرنس ديمتري لوبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاثة سنوات حيث يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام مهمته بالتنسيق طبعا مع كابتن شادي محمد النهار أيضا من خلال نروح لكرة اليد والنهار تم عقد مؤتمر صحفي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لتقديم دينمارك ستيفن ماتسن المدير الفني الجديد لفريق الأول لكرة اليد رجال ووقع على عقود تولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد يمتلك ستيفن سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمتخبات التي تولى تدريبها ويعد أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد عموما خلالنا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم كلام النهاردة أكيد كل الناس بتسأل الرجل وصل مصر إزاي أو اختارنا له المدرسة الدرماركية من أهم المدارس الموجودة في كرة اليد مع المدرسة الأسبانية الدرمارك أبطال عالم أولمبياد بيقدموا هنبول مختلف شوية عن العالم عندهم تقريبا زي مصر عندهم الأجريسي جدا جدا في سلوب اللعب قدرنا توصل مع استرطة راسموس هو وكيل أعمال مستر استيفان بدأ المفاضات من قبل الرجل ملعب الفاينل بأسبوع تقريبا بدأ المفاضات أخذنا في المفاضات فترة شوية كويسين لكن فعلا أنا شايف المفاضات كتسهلة جدا جدا إن شاء الله أتمنى طموحنا كان جماهير النادي أهلي أنا عارف الجماهير ما عندهاش يعني لا ينقطع طموحها عايزين كل بطولات معايا وبي بإذن الله هنحق أبو طولات ونستكمل مسيرة ديفيد ديفيس والنادي الأهلي دايما على الخريطة العالمية مع المدربين العالمين وإن شاء الله بإذن الله واللي جاي أحسن نشاط رياضي بطمين كل جماهير النادي الأهلي لأخر كلمة أقولها بطمين جماهير النادي الأهلي دايما وابدا إن مجلس إدارة فعلا ويعني لو كنا في سوشال ميديا بشوف حاجات كتيرة وكلام كتير لا بأكلام بصراحة جاليلة هما سابورتك مية في المية سابورتني دايما نادي أتحطت على خريطة العالمية عشان خاطر التموح جماهير and also for me it's of course something special to be a part of a club with captain بيبو كبعا أنا سعيد كده وصرفني أكون في نفس النجم مع كابتن بيبو واحد من أفضل الأوسط حربة في التاريخي يعني في تاريخ أفريقيا في تاريخ العالم أنا سعيد نكون معي في نفس النجم حاجة شرف كبير منه وأيضاً أريد أن أشكر كابتن موتاجي كابتن العواري لأجلسة كابتن العواري طبعاً بيذكر باسماني سخيدي موتاجي وكابتن خيدي عادي عن المفاوضات المنطقة الرقية وكادتهايلة وكادتبه حاجة من أفضل حاجات الحصارات معي في كريم بتاعه في مسيرته وحاجة ذاكية بتنصر أدئي الناس دي على مستوى علم الاحترافية وبتنصر برضو بتحكس احترافية النادي في التفاوض فهو بيشكرهم جداً على التفاوض الثالث ومستوى علم الاحترافية وكان على مستوى علم الاحترافية الناس بيسألوا ليه اخترت النادي الأهلي واخترت مصر عشان تيكت مرة فيها أنا شفت الجماهير حاجة مبهرة وحاجة أتشرف أنا أتشرف أن أنتمي للنادي بجماهير زي دي وأنا بوعد الجماهير حبز القصارى قصارى جهدي وكل دقيقة عمل عندي في النادي حد كل عندي علشان خلي النادي يتقدم أكتر وأكتر وحقق إنجازات أكبر وأكبر للنادي والتيم للفريق والجماهير واللنادي تأكيد كلام مهم جداً وطموحات كبيرة من المدير الفني الجديد وأيضاً كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي صراحة مسؤولية كبيرة جداً خاصة في دير الإنجازات اللي اتحققت الموسم اللي فات الفوز باربع بطولات وبطولة إفريقيا والسوبر المصري والسوبر الإفريقي والدوري والتأهل لمونديال الأندية وبالتالي احنا بنتكلم عن فريق مكتمل الأرقان اللي حيحصل وإن شاء الله ربنا يكرم ويستطيع هذا المدرب الجديد ستيفن أن يكون واحد من المدربين اللي لهم بصمة قوية وكبيرة مع هذا الفريق قبل بس ما روح لتقارير الأخبار أعايز أعلق على نقطة مهمة جداً أنا بصراحة كابتن عصام عبد الفتاح للمرة المليون بقول أنه رجل محترم كشخص هو شخص محترم ولكن كابتن عصام رئيس لجنة الحكام الأسبق واللي تعودنا عليه الحقيقة في الفترة الأخيرة أنه بيثير الجدل وأحياناً كمان بيبقى عنده مشكلة تانية أكتر من مرة الحقيقة طلع وقال أنه رحل عن لجنة الحكام ومش راجع تاني طيب تمام يا كابتن عصام؟ ما فيش أي قصة أنه أنت ترحل وما ترجعش تاني يعني عندنا رؤساء للجنة الحكام كتير جداً يقدروا يكونوا موجودين في هذا المكان في مصر ودايماً حضراتكم عارفين أن أنا من الناس اللي بتشجع أن يكون رئيس لجنة الحكام من خارج مصر وجهة نظري اللي دايماً حفضل أدفع عنها لغاية ما نشوف حاجة تانية والسلام بقى كمان له شخص زي كلاتنبرج قوي الشخصية لا يقبل التدخلات فأنا شخصياً أتمنى أنه يكون حد كده حد بهذا الشكل يعني فكابتن عصام من الناس اللي أنا بحترمها بالمناسبة جداً 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 وأكتر من مرة بس أنا دايماً بحب أعلق على كلام كابتن عصام لأنه بيقول كلام زي ما قلت لحضراتكم قد يثير البعض كابتن عصام عبد الفتاح كان مع كابتن إبراهيم في حلقة سابقة وتكلم عن أن كلاتنبرج حاول يغير فيه خط التسلل عشان يجامل الأهلي لو تفتكروا الموضوع ده رغم أن الراجل ما كانش موجود في رئاسة لجنة الحكام وقتها وبالفعل كلاتنبرج طلع ونفى الواقعة وإحنا تكلمنا في الموضوع ده وطلبنا من الكابتن عصام عبد الفتاح يطلع ويقول الدليل على كلامه لو عنده دليل يعني وكابتن أصر عباس طلع معانا ونفى كلام كابتن عصام يعني أتمنى أن الكابتن عصام ياخد باله من مثل هذه الأمور المهم كابتن محمود عشور بطل الواقع اللي كابتن عصام عبد الفتاح اتكلم عنه طلع مبالح مع كابتن إبراهيم فيه برضه أكد كلامنا وأكد كلام كلاتنبرج ونفى كلام كابتن عصام عبد الفتاح اللي كابتن عصام عبد الفتاح كان بيقوله على كابتن محمود عشور ما عرفش يا كابتن عصام هو بجد والله وأنا بتكلم بالمنتهى الأريحية وبالمنتهى الاحترام وأتمنى أن حضرتك تجيب على هذا السؤال كابتن عصام وحضرتك بتعمل كده ليه؟ وحضرتك عايز إيه؟ والله يا كابتن عصام لو جالك الفيديو ده أو لو حضرتك بتفرج على الحلقة أو عرفت أو حد قالك أرجو حضرتك معاك رقم تليفوني تبعت لي تقول لي إسلام أنا قلت كده لأنه الدليل هو واحد اتنين ثلاثة أو حضرتك عايز تعمل مدخلة معنا دلوقتي أنا ما عنديش قصة خلص إن حضرتك تعمل مدخلة لأنه أنا عارف أن أنت راجل محترم ولاك مني كل الاحترام كشخص لك مني كل الاحترام ولكن قد نختلف في وجهات النظر حضرتك تقول إن ده بيعمل كذا وأنا أقول لك لا ما بيعملش أنا عندي دليل أو عندي نفي واثنين وثلاثة من أشخاص كانوا موجودين في الواقع هل حضرتك عندك حاجة تانية تقدر تقولها لنا؟ أو نقدر نقولها الجمهور الأهلي؟ طيب لو الناس دي أكتب ما كانتش طلعت نفت كلامك كان التاريخ هيعمل إيه؟ كيف سيحكم التاريخ على مثل هذه الواقع؟ إن إحنا كن عندنا رئيس لجنة حكام بيزور عشان خطر النادي الأهلي؟ مش هو التاريخ كان حيقول كده؟ لو لم تكن الناس دي كلها طلعت ونفت الكلام اللي حضرتك بتقوله وهل ده ينفع؟ هل ينفع إن إحنا ندخل اسم النادي الأهلي في حاجة زي دي؟ ممكن تقول حضرتك ليك مشاكل قد تكون مهنية أو شخصية مع كلاتنبرج دي حاجة تخصوكو؟ ما تدخلوش اسم النادي الأهلي في مثل هذه الأمور الأهلي أكبر أهلي وزمالك وبيراميز الأندية الكبيرة دي؟ إسماعيلي وكل الأندية والتحاق كل الأندية الأندية دي ما ينفعش تخش في النص ما ينفعش تخش في النص يا جماعة فمعرفش أنا بس حبيت أقول الكابتل عصام الكابتل عصام من المتابعين الحمد لله للبيت الكبير فأتمنى يا كابتل عصام لو حضرتك تابعت الحلقة النهاردة أو وصلت والله اللي حضرتك هتبعته لي وعايزني أقوله أنا حطلع أقوله لو مش عايز تعمل معنا مداخلة يعني فاللحضرك عايزني أقوله أنا حطلع أقوله احتراما لحضرتك واحتراما لكل الجماهير اللي بتسمعنا وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير حالتلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل كابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الأهل السابق في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب ضيفي وضيف حضرتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش زي كابتنا والسلام عليكم نعرف أنت الفترة اللي جاية كده هتعمل حاجة بسيطة إن شاء الله ترجع علينا مرة تانية إن شاء الله بألف سلامة يعني إن شاء الله كابتن حشيش يعني أولا مبروك فوزي نادي الأهل الثلاثية مقابل هدفين في مباراة بيرامدز الأخيرة هل كنت متوقع هذا الأمر؟ الحقيقة كنت متوقع إن نادي الأهل دائما بيبقى فيه مواقف يعني صعبة ويعني نقاط مفصلية زي ما بيقولوا ماتشات مفصلية وكنادي الأهل طبعا عارف أهمية الماتش اللي فات واخد بالأسباب كلها وحصل تركيز كامل من اللاعبين لأن مباراة زي دي مش هنقول بتحسن بطولة الدوري بس بتقربك منها بشكل أو بآخر فقدوا مباراة حقيقة يعني غير النتيجة وغير الثلاث نقاط أدوا مباراة حلوة جدا وخصوصا يعني الشيط الأولاني عمل مباراة كبيرة جدا جدا أداء تكتيكي وفني على على مستوى روح اللعيبة إصرار اللعيبة كمان على الرجوع للمكسب دي حاجة طبعا يعني بتميز لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي فهي الحقيقة مباراة كانت يعني قوية ومهمة جدا أن أنت تكسبها في مشوارك اللي جاي لأن أنت عندك برضو مباريات جاية صحيح المنافس مش بقوة بيرامدز اللي هو المنافس الأساسي للنادي الأهلي السندي إنما مباراة بتلت نقاط يعني احنا عايزين نقول حيرجع من هنا أهمية بقى المباراة اللي جاية خصوصا مباراة بكرة آه كابتن بس إحنا وحركت معي برضو الأسبوع اللي فات وقشرت لهذا الأمر بشكل كبير إنه مش معنى أن أنت تكسب بيرامدز أو لقدر الله كان حصل حاجة تانية مش معنى أنت تكسب يبقى خط الدولي لا طبع ولقدر الله لو حصل حاجة تانية ما كانتش معنى أن أنت خسرت الدولي صحيح لسه كرة فيها كتير وطالما لسه في عدد من المباراة كبير وارد فيها كل حاجة وارد المكسب وارد الخسارة بغض النظر عن المنافس اللي أنت حتقبله نادي كرة وكرة علمتنا أن كرة ملهاش كبير يعني لقدر الله ممكن أن تبقاش في حالتك ممكن التوفيق مش معاك النهاردة تخسر بنتين تعادل تبقى ما عملتش حاجة فهي مباريات كلها مهمة جدا وحنا اتفقنا على كده من أول ما رجعنا للمؤجلات كلها أن المباراة كلها مهمة وثلاث نقاط سواء بيرامدز أو أقل فرقة هما ثلاث نقاط هما الطريق للوصول إلى إن شاء الله البطولة ومن هنا يكمن بقى صعوبة المباراة اللي بتيجي بعد مكسب كويس يعني مع منافس ومع فرقة قوية وفرق الوقت قليل جدا جدا شايفك في الإنترو بتتكلم اللعبة ما لحقش تعمل حاجة أجازة ويجي يعمل ريلاكسيشن في الملعب وشوية ستريتشات وكده والراجل ما بلحقش يعني يعمل حاجة أو يقول حاجة بس خلاص النادي الأهل هي الفترة دي هي تحتم علينا أن احنا نركز ورجع بقى الميستر كولر فيه موضوع يعني التبديل والتوفيق والروتيشن اللي بيعمله لأن هي فترة مهمة جدا أنت عندك بكرة مباراة وعندك الجمعة ماتش في بطولها تالتة خالص مباراة الكاس يعني وبعد كده بعديها يوم الاتنين بتلاعب برامدز تاني مباراة برضو قوية المباراة دي ممكن تبقى هي يعني إذا كنت قربت خطوطين مكسابها يقربك قوي بقى خلاص يعني انت فاهم ازاي فنتمنى ان شاء الله يبقى فيه توفيق ان شاء الله بكرة في المباراة البكرة لأن احنا بنكرر ونقول المكسب بيجي مكسب ورجالة النادي الأهلي والنادي الأهلي تعهدوا ان هم ان شاء الله بإذن الله مباراة اللي جاء كلها زي ما اتفاقنا مباراة كؤوس فان شاء الله بإذن الله يبقى فيه مكسب بكرة اهم المكاسب في هذه المباراة كابتن اولا انت بتلاعب المنافس بتاع الدور السنة دي فرقة قوية عندها تشكيلة من اللعبة على على مستوى بتصرف مصاريف كبيرة جدا جدا كان عندها حافز كبير جدا ودوافع كبيرة جدا انها بقالها ست سنين او سبع سنين في الدور المصري بالمصاريف الكبيرة اللي بتصرفها ومحتاجين بطولة يعني محتاجين بطولة خرجوا طبعا من افريقيا ما بيخدوش طبعا بطولة الدور فكان مهم السنة دي ان هما وصلوا ان هما خلاص على اعتاب بطولة فالدوافع بالنسبة لهم كبرة قوي وبقت قوية فكان مهم قوي ان انت تدي درس للفرقة دي لانا النادي الاهلي برضو انت اه جايت نفسني اهلا بالمنافسة واهلا بالمنافسة من اكتر من فريق مش فريق ولا اتنين اكتر من فريق إنما النادي الأهلي هو النادي الأهلي هو مصمم إن شاء الله على البطولة بيدخل أي بطولة في الدنيا عايز ياخد المركز الأول فيها كمان إنك تلعب كرة كويسة وتبقى مسيطر ومسيطر على المباراة من أول دياء إلى آخر دياء إلا بعد الفترات الأوليلة بتأدي أداء يعني إحنا كنا بنعتب على النادي الأهلي في بعض المباراة قبل كده المؤجلات ونقول معلش مش منهم الأداء إنما المكسب هو أهم حاجة إحنا المباراة دي برغم صعوبتها وثقل المنافس إنما أنت عملت أداء كويس وكرة كويسة وإزاي بتضغط يعني فيه ناس كتيرة في الزدوات التحليلية قالت النادي الأهلي طبعا عشان هيلعب بيرامدز حيبقى متحفز شوية دفاعيا ومش هيضغط لا النادي الأهلي من أول دياء بضغط على بيرامدز من قدام أفضل وجهة نظر يعني أفضل الأوقات اللي لعبها النادي الأهلي لما ضغط من قدام وعمل الضغط الأمامي على نادي بيرامدز صحيح وهو الحقيقة يعني النادي الأهلي طول عمره لما بيضغط ضغط عالي من قدام بلقبة المنافس مع الحماس ومع الجدية بتحصل صغرات وبتحصل أخطاء النادي الأهلي بيستغلها وبيحرص أهداف فأعتقد يعني النادي الأهلي هتبقى سياسة وحتى في الفترة اللي جاية مع أي فرح العب هو الضغط العالي من قدام لأننا لما نضغط من قدام المباراة بتختلف والمباراة بتسهل علينا أو يعني طيب أبرز الأطوات اللي لفتت نظرك في هذه المباراة سواء من الناحة الهجومية أو من الناحة الدفاعية التماسك بين الثلاث خطوط خط الهجوم والوسط والدفاع تقلق أكتر من لعيب بشكل لافت للأنظار يعني شوفنا مثلا حسين الشحات وسام أنا بالنسبة لي حسين كمان كابتن ومعرفش وجهة نظرك في هذا الأمر لما له من مشكلة معنا في موضوع الشيبي فأنا بشوف أنه كان محطوط على الضغط زي ما الشيبي كان محطوط على الضغط طبعا ولكن أنا أقصد أقول لك أنه في الآخر كونه أنه يتمسك ويعمل هذه المباراة بهذه الكيفية اللي احنا شوفنا سواء دفاعا أو هجوما كان واحد يعني هو أخذ الأفضل واضح واضح أن الإدارة أو مستر كولر اتكلمه عسين شحات قبل المطش ده مما فيه الكفاية أن حد الضبط النفس مهمة قوي لأنه سهل قوي أن أنت تخرج عن شعورك لأن أنت خارج من مشكلة بينك وبين طرف موجود أو العيب موجود فيه صحيح الملعب فهو الحقيقة سيطرة كبيرة على النفس يعني يمكن من أحلى مباريات حسين الشحات والحقيقة بقى له بقى له أكتر من المباراة ماشي بصورة كويسة بس المباراة دي بالتحديد الموسم ده كابتن من أفضل المواسم لحسين مزبوط ده كلام مزبوط عام المباراة جيدة جدا جدا كانت فترة وفترات بس الإصابة هي عطلته شوية نحية لما رجع مستوى دايما فيه ارتفاع وحسين كمان والذات المطش اللي فات قوي بن فيه حتة التحرر من المركز بتاعه يعني ساب المكان بتاعه بقى خش على نص الملعب ويلعب حتة صنع الألعاب كمان يعني دي كمان إضافة لحسين الشحات صحيح أن بيلعب صنع ألعاب وهداف وشويط يعني الحقيقة لأ يعني عامل مباراة كويسة جدا جدا وطبعا الناس كلها استغرابت حتى من الطرف التاني وهو بريميدز والمدرب بتاعهم أنه هو يقعد الشيبي طبعا احتياطي يعني دي كانت غريبة الحقيقة كانت غريبة ما أحدش لها تفسير قال نفسيا هو بعد المتشل عندما سئل قال أنا أعادته نفسيا هو حر طبعا هو حر ده تفكيره كان ممكن كولر مثلا يقول آه نفسيا مثلا أعاد حسين إنما لا النادي الأهلي باختلف النادي الأهلي عنده نظام معين اللعبة ملتزمة في الملعب التزام كامل ما حدش بيخرج عن النص فمن هنا لا حسين يلعب وشفناها شفنا التجربة واحد قعد ونزل بعد شوية من المباراة بشكل كان غريب جدا وما كانش حد يعني متوقع حاجة كده هو حر طبعا دي حاجة بتاعته والحمد لله في طرف التاني لا لعب وقدم مباراة وبالعكس خد ما نفزمتش وكان أحسن لعيب في المباراة أسست يعني الراجل طبعا عمل مباراة قوية جدا جدا وكان يعني من أسباب مكسب النادي الأهلي وكمان لازم أشيد به وسام عمل مباراة فترة الأخيرة كان حظه وحش بس في البدايات إما ابتدى يلعب جات لأصابة عادته شوية وإنما الحقيقة لما رجع وابتدى يتأقلم مع طريقة لعب النادي الأهلي وجمهوري النادي الأهلي وطريقة النادي الأهلي الحقيقة ماشي بشكل كويس ويمكن بعض الناس كمان ما تاخدش بالها من تحركاته يعني بيبزل مجهود كبير جدا جدا وبتحرك تحركات ممتازة في حتة تلت الأخير يمكن ممكن ما تجلشه كرة بس يخلق مساحة لحد جاء من نص الملعب أو الراجل الطرف المين أو الطرف الشمال اللي هو قدر بيروح على الجون بيعمل حتة دفاعية بتاعته كويسة أوه بينزل غات نص الملعب وبيدافع وما كانش حد من المساكين بتقع الفرقة التانية إنه هو يقدر يتقدم بكرة أو يلعب هو مرتاح وشوفنا أكتر من مرة حصل خطأ يعني من المدافعين إنه هما بيبصلوا كرة بطريقة طبعا غلط فوسام من اللعبة كويسة كان كمان محمد عمين معامل مباراة كويسة أو المباراة اللي فاتت على رقم إنه هناك البعض بيحمله هذا الهدف لا يعني أصلا كان ممكن كان ممكن في الكرة دي بالتحديد لو رامي أريها من بدري شوية كان خط خطوتين أوفصايد أوكي يعني ودي كانت مهمة أوي يعني لو وحتى لما تعادت في الأوفصايد يدوبك هما تقريبا على خط واحد يمكن رامي سنة بص بقى لو طلع الخطوة دي هو لو بس بدل ما يرفع إيده كان طلع الخطوة دي وكان سابها طبعيا لا ورفعت إيد رامي أخرته خطوتين بالظبط بدل ما كان يرفع إيده اللي أخرته شوية دي كان طلع الخطوتين لقدام صحيح إنما يعني جي هدفه وده كان حافز للنادي الأهلي إنه هو طبعا يرجع للمباراة تاني بقوة والحقيقة نتيجة طبعا للتركيز والروح القتلية والإصرار على المكسب المباراة يعني الحمد لله طلعت مكسب للنادي الأهلي برضو كابتن بالنسبة لي يعني أنا كنت دايما لما تسألت بعد الموتش على مين أفضل رجل أو أفضل لعب في هذه المباراة طبعا حسين ولكن برضو أفشى إنه تنزل في 6-7 دقائق وتعمل هذا الأداء الجيد خلي بالك أداء جيد أداء رائع جدا في العشر دقائق اللي لعبهم سبع دقائق وثلاثة أربعة خمسة طبعا في الوقت بدل الضائع وبالتالي أداء جيد وهدف إيديك ثلاث نقاط ممكن جدا تفكر إنه أنت تديله الأفضل في هذه المباراة ولكن أفشى من اللعيبة اللي دايما لما بتلاقي يعني ما بتعوزه بتلاقيه طبعا دي مهمة جدا ولازم نتكلم عليها لأن أهم حاجة ما يكون لعيب كبير ونجم وقاعد على الخط وما بيلعبش وتعارف كل واحد فينا بيبقاعد على الخط برضو بيقول إيه أنا كان المفروض ألعب الماتش ده نفسي أتدر الماتش ده أنا كزا لأن الماتشات دي ماتشات قمة صحيح وأي لعيب يتمنى أنه هو يكون موجود فيها يعني فأنت كونك تحتفظ بتركيزك من أول المباراة لغاية ما نزلت لأن نتيجة التركيز ده أن أنت نزلت جبت هدف لأن أنت لو قاعد بقى ريلاكس وأنا مززعلان أو أنا مداي أو أنا ليه ملعبتش أو أنا خلاص فاضل يا دوبك أقل من عشر دايع عشان أنزل أو أعمل هعمل مكنش عملت اللي أنت عملت ما كنتش عملت اللي أنت عملت أو ما كانش ربنا أداك لأن ربنا أداك لأن أنت قاعد على الخط مركز وحاسس أن أنت في أي لحظة لا حتنزل إحنا ما حسناش بالعكس إحنا لما قفش نزل إنت حسيت أنه هو بلعب من أول ماتش دخل في المباراة على طول واللعب بقى فيه استعواز أكتر من النادي الأهلي وبقى فيه صناعة أهداف والهدف اللي جاله ده ما فكرش هي كرة اللي جات هي لمسة وحطاها بيمينه طبعا في البعيدة فهو طبعا ده مش أي لعيب على فكرة يبقى عنده السبات النفسي ده ويبقى عنده التركيز برة بالشكل ده اللي أدى أنه هو ينزل وربنا يكافؤ على الكلام ده كله يعني طيب عشر مباراة متبقية لنادي الأهلي مودرن فيوتشر بيراميدز مصري سراميكا البنك الأهلي المقاولين سموحة زد أمبي مودرن تاني بيراميدز متبقي له وست مباراة الأهلي زمالك فاركو زد دخلية طلق جيش شايف المقارنة إزاي المقارنة طبعا الفرع اللي هتلعب النادي الأهلي قتقل بكتير يعني مباراة أصعب بكتير يمكن المباراة اللي هتقابل بيراميدز مش بقوة المباراة اللي هيلعبها النادي الأهلي تلعبها بيراميدز لعبها بالضبط لعبها قبل كده يعني بس إنك ما تلعبها إسلام قبل كده في فترة لسه الرؤية ما وضحتش مزاهمة تلعبها وأنت مبهوط بالنسبة ليك وبالنسبة للفرقة اللي هتنفسك سواء فرقة محتاجة بنت عشان يعني تبعد شوية وتهرب من الهبوط أو إن برضو فرقة عايزة تفنش مع فرقة كبيرة زي النادي الأهلي بطل الدوري إنه هو يعمل مباراة كويسة ويسوق نفسه سوق نفسه بالنسبة للي خلي بالك مش اللعبة بس والمدربين كبه لأن انت عارف إننا عندنا في الدور المصري المدرب يتغير كل أسبوعين ثلاثة مش مثلا كل موسم أو كل موسمين ده كل أسبوعين ثلاثة مدفقة كله بيسوق لنفسه من هنا طبعا بتبقى فيه الحياة يعني صعوبة للمباريات مع الضغط أو العيب النفسي على العيبة النادي الأهلي إنها ما تخسرش بنت واحد لازم أنت بتلعب على المكسب وعايز التلاتة بنت لأن خسرت أي حاجة بتوديك أو بتدخلك في حزبة يعني صعبة شوية صحيح التلاتة بنت بتوع بيرامدز اللي فاته يعني خففوا العيب السنة إنما ده بش نهاية المطاف أنت لسه لأنه لقدر لا أي حاجة تحصل بترجعك كما كنت تاني طبعا لو لقدر كنت تخسرتك تحتى تبقى الأعباء أكتر أكتر وأكتر وأكتر أقصد أقولك أنه في النهاية مهم جدا أن الناس تبقى فاهم جمهور ندي الأهلي كله يبقى فاهم أنه جماعة اللي حصل أنت كسبت مباراة بثلاثة نقاط مباراة مهمة في طريق العودة طبعا مباراة مهمة عودة للصدارة يعني مهمة لأنها مع المنافس أنت بتهبط المنافس أو بتوقف المنافس عند نقاط معينة وبتوسع فرق النقاط بينك وبينه مزبوط بتريحك شوية تحسبا لأي فصل بارد يحصل من أي فرقة من اللي أنت هتلعبها في المؤجلات طبعا دي حاجة كويسة زي بقولك أنها الرابطك خطوة بس أنت لسه قدامك عشر خطوات يعني هي الرابط خطوة بس لسه قدامك عشر خطوات والخطوات اللي جاية لا تقل في الأهمية تقل أهمية عن النقاط عن الثلاث نقاط بتعبيرها متزل لأن دي ثلاثة ودي ثلاثة مش دي ثلاثة ونص ودي ثلاثة ثلاثة وثلاثة صحيح فيعني ربنا سهل إن شاء الله بحنا قلنا الكلام ده من فترة كبيرة إن احنا هنمشي في المباريات ماتش بماتش يعني ماتش بماتش منافس بمنافس يعني إن شاء الله فيما كنت لأداء نادي الأهلي وانتصاراته المتتالية يعني نادي الأهلي في هذه المباراة وصل للانتصار رقم 13 زي ما بنقول للمكسب بيجيب مكسب إنك كل ما بتكسب إسلام بتقرب جون حلو برضه طبعا يعني قضية بشكل مختلف قضية بشكل مختلف بس في نفس الدقيقة في نفس الدقيقة طبعا والظاهر إن أقفش بقى هياخد توكيل الدقيقة دي أو الدقيقة دي هياخد توكيلها ويا رب بياخد توكيلها دايما يعني أو ما نحتاجهاش نبقى إحنا كذبانين من بدري كذبانين من بدري إن شاء الله حلو جدا بص هي التوقيفة وحدة التوقيفة هي جون طبعا يعني يعني نص الجون إنك توقف التوقيفة دي تعدلها قدامك في الاتجاه اللي أنت عايز تشوت فيه هي دي مهمة قوي 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 يعني وهي دي لفرقت وهي دي لفرقت جدا يعني لا الحقيقة قفشة من اللعيبة طبعا المحترمة اللعيبة لأصحاب المهارات زي بقول لك الميزة فيه إنه هو بينزل في أي وقت بتحس يعني 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 يعتبر بيسموه طبعا البديل الجيد إنك بتنزل بتنزل تغيير بتعمل تغيير ما أنت لازم كمدربة لما تعمل تغيير أنا مش أعمل تغيير لمجرد تغيير وخلاص أنا عامل تغيير المفروض يبين تأثيره على الملعب أو على فرقتي أو على الأداء نفسه وفعلا ده اللي بيعمله أفشل بيبقى فيه أداء مختلف الفرقة بيتبقى لها أداء مختلف غير بقى أنه هو الحتة الإضافية بتاعته بيحرز أهداف يعني شايف أداء مارسل كولر خلال الفترة الأخيرة وتعامله مع كمية الصعاب اللي بيتعرض لها ما بين إصابات ما بين يعني إحمد عبدالقادر النهاردة أو مبارح وقبليها عمر السلية قبل مباراة بيراميدز قبليها كان بيرسيتاء دلوقتي رجع هو وكهرابا مرة تانية للمجموعة اللي بتكون متواجدة الراجل بيقدر يتغلب واحدة واحدة على الإصابات اللي بتجيله فجأة أو الصعوبات اللي بتحصلها هي دي ميزة كولر أو هي دي الصعوبة في الشغلانة بتاعته دي الصعوبة هي مش الصعوبة أنك تنزل تدرب فرقة مع أي مدرب في الدنيا أي مدرب في الدنيا مع مدرب أحمال ومخطط أحمال وتحليل أداء ودكتور وتأهيل وكلام من دا كله إنما هي إزاي أن أنت كل مباراة بتفقد بعض اللعيبة بتبقى أصابات بيبقى عندك لعيبة معينة وساعات بيبقى فيها عندك مراكز ما بقاش فيها حتى بديل فإزاي أنت تقدر من خلال ضغط المباراة دي أن أنت يعني تعمل التوليفة المناسبة وتقدر تحط اللعيبة كل لعيبة في المكان اللي هو توظيف اللعيبة بطريقة بطريقة معينة وتتناسب مع طريقة لعباة دي الأهل وتتناسب كمان مع الأماشة اللي موجودة لأن أنت ممكن تكون بتعتمد على فلان الفلاني في المركز ده على بداية طريقة لعبه معينة أو بداية لعبه معينة الراجل ده مش موجود فإن أنت لما تنزل واحد غيره يأدي في الحتة دي مش هيديك بنفس طبعا الأداء فممكن تبتدي تغير في طريقة الأداء بتاعتك زي المباراة اللي فاتت كان بيقوله أنه كولر يعني استغنى عن التحضير الكتير ورا وأنه يبدأ بلد أب من تحت ويلعب من تحت وكده كان بيلعب حاجات طويلة كتير فهو الراجل رد عليهم وقال لهم يعني لكل منافس طريقة لعب لكل تشكيلة لعبة ممكن يرجع مرة تانية يلعب البلد أب ده من تحت في المقرارة اللي جاية أو اللي بعدها ما حدش عالي أمال أنا فرقي دايما المدرب الكويس اللي هو ما بيلعبش بأداء سابت هو بيلعب على نقاط الضعف في المنافس لأن كل فرقة فيها نقاط قوة ونقاط ضعف لازم المدرب اللي بيواجه أي فريق يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة ويقدر ازاي يدوس على نقاط الضعف دي ممكن تبقى نقاط الضعف دي مثلا عند الفرقة اللي قدامك أسلام في الارتداد للدفاع السريع فقدر أدوس عليها فقدر أدوس عليها والعبها اللونج باس قدر أكسب بالحتة دي في فرقة تانية لا ما نفعش معها طويل عندها مثلا اتنين مسكين سراع وعندها الأطراف بتبقى برضو سريعة بتقدر تقف في البدري فأنت لازم تبني وتزهقوا شوية في نص الملعب من النقل وتلعب شمال لغاية ما تلاقي صغرة تلعب منها فهو الراجل بيلعب كل مبارع على حسب المنافس وعلى حسب كمان تشكيلة اللعيبة اللي عنده ممكن يلعب في نص الملعب اتنين ديفندرات قدامهم واحد صنع ألعاب او ممكن يلعب واحد ديفندر بس واثنين صنع لعب ممكن يعمل تحرر زي عمل المطشي اللي فاتح سين الشاحات انه هو اللي بيقدي حتى تصنع الألعاب يعني كل مباراة لها معطياتها ولها طريقتها ولها أسلوبها وانك تنجح في كل مباراة ده اكيد نجاح لمستر كولر يعني مباراة مؤجلة من الجولة السبعتاشر مباراة مودرن سبورت القادمة مباراة مهمة ومع مدير فني متمرس وكبير بإسم وبحجم كابتن طلعة يوسف كابتن طلعة يوسف أنا شخصيا من المدربين اللي بحبهم جدا جدا مدرب عيدا عن أي حاجة لا لا خالص راجل محترم جدا جدا وشخصية جميلة على يعني لما تقرب منه كمان على مستوى الشخص حاجة جميلة محترم جدا في الملعب بتحس أنه هو كوتش قاعد يعني يعني راجل مدرب طول عمره طول عمره وطول عمره ما بيروح أي فرقة بتحس أن الفرقة دي أداءها اختلف لأنه بيعرف إزاي إزاي ما كنا لسه بنتكلم على كولر بيعرف إزاي يلعب مع الخصم بيلعب مع الأندية الكبيرة إزاي راجل مش متكبر كمان في طريقة لعبه ما بيعانتش بيلعب بالضبط بحدود إمكانيات الفرقة اللي مسكها بيجيد اللعبة مع الفرق الكبار عشان كده أنا بقول للمبارات بكرة دي مباراة صعبة جدا وخصوصا أنها جاية مع بعد مكسب كبير للنادي الأهلي من ضد المنافس وطبعا تعرف بعد ما بتعمل مباراة قوية جدا جدا بتبقى دايما الآن من المباراة اللي بعدها زي ما بتجي تكسب بطولة دايما بنبقى خايفين من أي مباراة حتى وإن كان مع خصم بعيف بتبقى خايف لأن طبيعة البشر وطبيعة اللعبة لما بتبقى كسبانة مباراة بيبقى فيه حلم الانتشاء كده شوية ونبقى اللعيب كل واحد حسس بنفسه أن لاب يعني مباراة قمة مع فريق كبير وأدى أداء كويس بيجي بقى ممكن غصبة عنه بيبقى صحية بنقول عليها فاكك سنة فإزاي أنت تلعب المباراة دي مع فرقة جاية ومتحفزة وعرفة قدر النادي الأهلي ولسه شايفين النادي الأهلي كان عامل مباراة قوية مع برامدز فأكيد هيبقى استعداد قوي للنادي الأهلي ومع مدرب زي ما بقول محترم زي كابتن طلعت فأتمنى إن شاء الله بإذن الله لأننا في اعتقاد المباراة بكرة دي صعبة يعني توصلك لمرحلة بعد كده وتستعد طبعا للمباراة اللي احنا مش عارفينها هتطلعت منين مباراة الكاز دي إذن هي مواجهة خططية كبيرة جدا ما بين النادي الأهلي أو ما بين مرسيل كولر وكابتن طلعت يوسف إن شاء الله تكون مواجهة قوية نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل طيب هل كابتن حاشيش ممكن ناجد تغير في تشكيل النادي الأهلي في المباراة القادمة مباراة بكرة بكرة طبعا طبعا لازم بقى فيه تغير طبعا لازم لازم ناس تريح جماعة أصلا واحد زي حسين مثلا ممكن تريحه وكل حاجة لكنهم عنده انظارين ممكن ياخذوا تلت بكرة ما يلعبش بكرة بتخلي بالك مش هتفهم هو بقى حاجة من السلح سلوحدين يلعبوا بقى هادي بطبيعة بس انت بتضمنش الحكام برضو أكبر ما تضمنش بكل كرة تتحصل كده أي حاجة غزبا عنه فول ساعات الواحد بيعمل فول لإرادة ممكن ماستهلش انظار ممكن تاخذ فيه انظار فأنا في رأي إنه هو يريح المباراة دي أو على الأقل بقعد مثلا على الخط بحيث إنه بعض اللعبة تريح يا جماعة ده إحنا إحنا يعني أولا كان فيه مجهود بدني في مراد برامدس كبير جدا صح ولكن وسام تحديدا قعد شهر تقريبا مريح بعد ما رجع من منتخب فلسطين أو الثالث مش مريح كانت إصابة يعني يعني ممكن تريح مثلا مطش الجمعة الألمونيوم مثلا ويلعب مثلا يعني انت بتلعب بكرة ويريح الجمعة ويلعب الاتنين هو لا شك والأسبوع فرق طبعا فعايز أقول أن لازم بقى فيه التغييرات ولازم بقى فيه بعض اللعبة تريح لأن التغيير سنة الحياة طبعا طبعا وخصوصا في الظروف اللي زي دي لأن انت خلي بالك برضو ما انت ممكن تقول لا مش هغير وهخلي لقدر الله يحصل إجهاد يحصل شدة لأن اللعبة في الإجهاد دايما بتبقى عرضة للشدة العضلي أكتر من أي حاجة فلقدر الله لو كنت خايف أن واحد مثلا من الأساسيين ما ينزلش عشان أريحه ما هو ممكن برضو تنزله وجيله شد يعني هي حزبة زي بقولك صعبة زي تعمل التوليفة دي وتطلع لبر الأمان بس لا شك أن انت لازم تريح بعض العناصر لأن أنا ما عرفش برضو المطش اللي هو بتاع الكاس ده كاس السنة دي ولا كاس السنة اللي فاتت ولا أنا نفسي هو مش عارف ده الدور كامل اللي احنا عذاب هتلعب الله تعرف ده جايبني أنا معرفش والله إسلام ده دور دور الكامل ده دور 16 ده ولا إيه وتقعد تعمل والله وتقعد تتكلم والله مش هتجيب حتى باليمين وحتى بالشمال طيب وبعدين طب الدور ده إيه ده الألمونيوم يبقى أكيد ده ده دور يعني من الأدور 32-36 لسه مشوار طب انت هتكمل الكاس إزاي في ظل الضغط بتاع الدوري اللي هو كل 3 يام مباراة طب انت هتلعب ازاي هل هتكمل الكاس في وسط المباراة دي هتجيبه منين هتلعب كل يوم بقى ماتش هتلعب ازاي ولا هل هتلعب الدور ده بتاع الكاس وتستنى بعد بطولة الدوري متخلص يوم 17 أغسطس طب وانت هتكمل الكاس بعدها يبقى إذا انت مش هتخش فرحات لأن انت عندك السوبر اللي هتلعبه السوبر الافريقي اللي هتلعب يوم 27 تسعة ده ما هو برضو ده لازم هتدي رحات قبلها ولا هتدي ولا هتعمل ايه ولا هتدرب الفرقة طب احنا ضغطين الدور ده كله عشان نوصل لفترة كافية انك تاخد فيها راحة طب بالشكل ده لو كملت في موضوع الكاس ده وعندك سوبر في تسعة لازم له تأهيل وتجهيزات معينة يبقى مش هتاخد راحة وهتطلع من ماتش السوبر ده هتلعب بداية الدوري الجديد يبقى اذا انت لحمت دوري في دوري يبقى انت ما عملتش حاجة يبقى كل الضغطة اللي احنا كنا فيها دي ليه فالحسابات دي كلها عايزين حد يطلع يقول لنا ايه النظام وايه القصة والماتشات دي هتتلعب طب ما تستغنوا عن كاس مصر سنة من السنين ايه المشكلة يعني ايه المشكلة اولا كاس مصر مش من البطولات اللي مترتب عليها حاجة زي مثلا الدوري بيختاروا افريقيا عليه والكونفدرالية طب ما هم مفيش داعي يعني مفيش داعي وبنقص حتى السوبر المحلي السوبر المصري اللي هو ما بين بطل كاس وبطل دوري ما بلاش يعني ما هونت لازم مش هتقدر في الدنيا تاخد كل حاجة لازم تستغنى عن حاجة عشان تقدر تستمر وتستمر كويس ويبقى في حاجة للصالح العام ده اللي قدر اقوله اه بس هو الكاس في الدوري والله معرف حد يقولينه ونبعشان انا مش عارف لا يعني يا سلم والله يا كابتن الواحد بيقعد يفكر كده انت بتلعب كل 3 يام مباراة يعني بغض النظر بقى عن قوة المباراة في الاخرية مباراة في بطولة سواء كاس ولا دوري فهي مباراة النادي الاهلي لو بيلعبوا بالشباب او بالنشئيم او لازم تبقى عايز يكسب نفس الفكرة يعني صدقول ان هي هو مبدأ هو مبدأ مبدأ انت اي مباراة اه بالتالي هي هو حاطة ضغط طبعا حاطة مباراة مهمة ومباراة صعبة طبعا هنقعد نقول نفس الكلام برضو وبعدين خلي بالك ما هو برضو يعني المفروض ان انت لما بتصعد ناشئين للدرغة الاولى ده لها طريقة معينة ان انت لازم يعني تنزل الناشئ ده في مباراة تكون مباراة خفيفة في الاول مع نجوم يقدروا يساعدوه يقف على رجله ما تنزلوش مع بقية زميله او بقية الناشئين وتقول له انت مطالب ببطولة زي بطولة كاس فبيبقى عبقى على الناشئين انهم برضو يعني لسه طالع وإسه صاعد ولسه ما خدش خبرات ان انت بتضغط عليه كمان نفسيا فهي لها ترتبات كتير يا اسلام في حاجات كتيرة لازم يحصل وقفة ولازم الناس تقعد مع بعضها تحل القصة دي يعني تحل القصة دي وبعدين انا باقترح حاجة بها دلوقتي المعلق او قال اللي بيتكلم قبل اي مباراة لازم يقول المباراة دي في استاد كزا بين كزا وكزا في بطولة كزا يعني عشان نبعار فيه السنة اللي فاتت مثلا او السنة دي يعني في موسم كزا ودي يا جماعة بطولة دوري مش كاس او ده كاس مش دوري يا جماعة الواحد تعب والله تعبنا تعبنا خلص وبعدين ايه اصلا يرجع يقول لك اصله فلان الفلاني هو السبب في اللي بيحصل وعلان العلاني هم اللي بيعملوا اللي مش عارف ايه وبيبوزه بندور دايما النادي الاهلي هو اللي بيبوز الدوري وهو اللي بيبوز اللي مش عارف ايه وهو اللي بيطلب مؤجلات هو اللي بيطلب المؤجلات النادي الاهلي هو اللي تعبهم في حياتهم في كل حاجة هو النادي الاهلي سبب المشاكل كلها يعني اعتقاد الناس كده نادي الأهل اللي سبب المشاكل كلها وسبب المشاكل كلها ده الوحيد اللي بياخد بطولات قرية وإفريقية يعني وحاجات كتير الأمور الوحيد بيشوفها انت عارف هي المشكلة فيها إسلامي إن احنا بندور دايما على حد عشان يبقى هو السبب يا سيدي مش عارز أعرف مين السبب بس عايز أحل السبب عايز أحل اللي بيحصل عايز أحل السبب مش عايز أدور على مين السبب لأن لو دورت على مين السبب كلنا السبب مش هنقول يا عم حد معين كلنا السبب كلنا السبب في التحقرة القدم لكل هذه الأمور أرجع أخذك لمباراة مودرن سبورت مرة تانية مودرن سبورت من الفرق يعني اللي بتلعب مش في المخ يعني بسم الله من ساعة ما كابتن طلعت يوسف جيت علي بالكيز بكل المتشاط بسنسناق ماتش موقفهم جيد جدا هل ده يبقى أصعب على أهلي ولا لا مليون في المال بقى أصعب طبعا أصعب لأنه هو معلوهش ضغطات يعني أنا متخيل أن الكابتن طلعت يوسف أول حاجة هيقولها للفرقة دي انزلوا لعبوا كورة انت لا هتموت على بنت عشان خايف تنزل ولا بتلعب على مركز من المراكز ولا بتعمل حاجة انت راجل نازل تأدي كورة وأن انت تطلع بشكل يليق باسم نديك واسم المدرب بتاعك وفرقتك لا عليك ضغط ولا عليك أي حاجة من هنا الخطورة يعني المنافسة بتبقى المبرارة اللي فاتت اللي اتنين عندهم دوافع الدوافع اللي هي بطولة الدوري وأن يكسب المنافس اللي قدامه ويهبطه ويوقفه إنما انت بكرة مبرارة بكرة واحد نازل متطلع لبطولة الدوري المحببة ليه ومطش كاس بالنسبة له التعادل ما ينفعوش هو المكسب بس إنما فرقة تانية بتلعب بأريحية وبتلعب بريلاكس مبرارة شغالة اتعادل مع النادي الأهلي خير وبركة وعمل إنجاز وعطل النادي الأهلي كسب دي حاجة جمدة جدا اتغلب برضو ده طبيعي إنه اتغلب قدام النادي الأهلي صاحب البطولات وصاحب المنافسة الأساسية في الدوري فهو من هنا بتكمن الصعوبة إن انت بتنزل تلعب برحتك زي أسلام ما تيجي تلعب انت ما كنا مثلا في الناشئين مثلا النادي الأهلي بلعب مثلا فرقة مثلا أو مركز شباب أو 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 الجايين بيعملوا اللي هم عايزين اللي لعب عشوائي وبلعب اللي هم عايزين ويتعادلوا مع النادي الأهلي يخسروا ثلاثة مش فارقة بيبقى بالنسبة لهم ما فيش ضغط عصبي بيقدر يعمل اللي هو عايزه اللعيب مع الفرق في التشبيه مع الفرق طبعا في التشبيه طبعا مع الفرق في التشبيه إنما أنا عايز أقرب بس الفكرة إنما النادي الأهلي انت وانت جاي تبصي الباصة في اللعيب في الملعب خايف تتقطع تترد عليه حصل منها مشكلة يعني الباصة الوحدة من أي لعيب في الملعب بتبقى بتركيز كبير جدا جدا عشان ما تتقطعش عشان ما تسببش خطورة عشان ما يجيلكش هدف فيك مثلا ممكن ما تقدرش تعوضه فانت كل ده اللعيب بيبقى تحت ضغط وبالذات مثلا خط الدفاع بيلعب بحرص كبير جدا لأن أي غلطة ممكن تعرف دلوقتي برضو كرة لو حصل هدف الفرق بتنام على الهدف اللي بتجيبه ممكن أعملك بلوكو ممكن يشلت ممكن يوضع وقت ممكن يعمل حاجات كتيرة فانت كل باصة محسوبة عليه غير الفرق التانية ما تيجي ترقص ترقص تانية في الثالثة ضغطاتها منك ده عادي قصة ماشية جي منها هجون برضو العملية مفيش مشكلة فهو الدوافع هو الفرق بين الاتنين هو اللي بتعمل الضغطات العصبية كابتن خلينا نروح للمنتخب الأولمبي والمتخب الأولمبي يتعدل في مباراة أمس مع أوكرانيا بهدف لكل فريق مباراة ودية يعني تمام شايف المنتخب الأولمبي في الضل اللي بيحصل فيه ما قبل السفر وكذا وكذا عندنا مباراة ودية أخرى مع العراق أعتقد يوم 17 بعد كده أولى المباريات الرسمية هتبقى يوم 24 أسباك دومينيكين دومينيكين ولا دومينيكين الأول أعتقدها يعني مباراة الرسمية هتبقى يوم 24 وبالتالي فا دومينيكين الأول اللي حيبدأ بها وبالتالي انت هنا بتتكلم عن المنتخب أولمبي ممكن جدا لأن انت عندك دومينيكين عندك هو أسبانيا بس في الأخيرة أسبانيا لا التلات فرق طبعا طبعا ولكن أنا أقصد أقولك أنه ممكن جدا على أسماء الدول في الناحة الفنية تعدي المرحلة تعدي هذه المرحلة هم البداية بتاعتهم طبعا المباراة بتاعة مباراة بتاعة أوكرانيا دي مباراة يعني احنا نفرغناش عليها بس يقال أنهم أدوا أداء كويس وبالذات في الشوت الأول نتيجة التعادل طبعا كويسة برضو مباراة قبل البطولة الرسمية عندهم مباراة العراق نتمنى أنهم برضو يأدوا فيها كويس ويتطمنوا على الفرقة أو على الطريقة اللي ممكن يلعبوا بيها وبغض النظر عن النتيجة يعني احنا المتشاطة الوديدة تبقى أقرب انت تشوف الفرقة كلها في وجود النني في وجود زيزو في وجود كل اللاعبين وياما فرقة اتغلبت قبل في المباراة التحضرية قبل المباراة الرسمية وكذبت وعملت مباراة كويسة هو كان فيه لغة شوية بس قبل الصفر والصفر اتأخر وكمان في الاختيارات بتاع التلاتة اللي هم فوق السن دي كان يعني فيها مشاكل برضو هتمنى أنها ما تكونش خرجت المنتقب عن تركيزه أو عن مدرب عن تركيزه ولو أني طبعا أنا بسأله سؤال يعني هو ليه ما اختارش واحد ثالث طالما عندك يعني ميزة نتجيب واحد ثالث فوق السن أعتقد أن مصر كان فيها برضو لعيبة بعيد عن الأهلي وبعيد عن برامدز وبعيد عن الأندية دي كان ممكن تختار برضو واحد عنده خبرات كبيرة بيلعب في الدورة إنك تاخده معاك طالما عندك الفرصة وعندك الميزة دي إن أنت يبقى فيه ثلاثة ليه خدت اتنين بس فدي حاجة برضو راجعة للمدرب وحاسس هو إنه ممكن وصق فيه إمكانيات اللعيبة اللي عنده في جميع المراكز أكتر ما يجي حد من برا ما كانش معاه خلال التحضيرات أو خلال التصفيات أو خلال الكلام دي نظر خلي بالك كل المعلومات اللي جاي بتقول إنه ميكان لي مدرب كويس واخد بطولة طبعا قبل كده برازيل وراجل ماشي معهم خلال الفترة الفات نتائج كويسة ونتمنى نتمنى إن شاء الله يعني يبقى فيه توفيق فيه المباراة الرسمية ويوصلوا لأبعد مدى وياخدوا ليه ما ياخدوش طبعا ميدالية من البطولة الفريق الأولمبي ده بيبقى نواه لمنتخب مصر الكبير خصوصا إحنا لسه كاس عالم بعيد وحسام حسن لسه طبعا كل مرحلة ولها الناس بتاعتها وأعتقد إنه هو لازم حتما يعني حتما إنه هنزل بمتوسط أعمار منتخب مصر فأكيد أول حاجة هيبص لها فرقة لعبة أولمبياد ولعيبة خدت خبرات من بطولة كبيرة زي دي يستعين بيها منبالح يا كابتن منتخب أسبانيا بيفوز على منتخب التلتيرا في المباراة النهائية لليوروف مع لافونتي لافونتي فاز مع منتخب أسبانيا تحت 19 سنة ببطولة أوروبا طلع الأولمبي وطلع المنتخب الأولمبي فاز معهم ببطولة أوروبا للمنتخب الأولمبي صحيح ثم مجموعة تقريبا المجموعة اللي موجودة هو آل طصة أعمار سوية قوي بتاعهم اللي كان معمول أن هناك نصف هذا الفريق الفريق اللي هما ال 23 هما المعتمدين نصفهم كان معاه في 19 وفي 21 هل من الممكن أن يصل بنا التفكير في مصر نحن نوصل لهذه الدرجة الرجل خد اللعيبة من هنا كانوا خمسين واحد بقوا عشرين العشرين خدهم طلع بيهم منتخب العشرين بقوا خمستاشر الخمستاشر خدهم طلع بيهم منتخب أول يعني القاوم الرئيسي هو قاوم الرئيسي مع كرفخال مثلا مع مراتة مع الخبرات الخمسة ستة لتلاتة أربعة اللي موجودين ده شغل تخطيط لمسافات بعيدة احنا مشكلتنا في مصر ونقولها مرة واثنين وثلاثة ان احنا بناخد بالحطة زي ما بقولك احنا انه بعد بكرة مسافرين الساحل يبقى خلاص يلا بسرعة ببكرة الحطروا الأكل وشربوا هل تجيبوا عشان تروحوا وتقضي ما ترتبش ما تعملش الناس دي ماشية بسياسات لقدام خطط طويلة المدى ماشي لان اكتر واحد يبقى عارف اللعيبة اللي واخدهم وهم صغيرين وحق بهم نتائج من 19 للأولمبي للفرقة كبيرة حفظوا شغله حفظوا طريقته حفظوا أسلوبه هو حفظ اللعبة كويس قوي عارف كل لعيب فيهم امكانياته ايه في المركز ده وفي المركز ده وفي المركز ده عارف يعمله ازاي عارف نفسيا يتعامل معه كل حاجة فانت مشيت كانت النتيجة انه النهار ده بياخدوا اليورو مخسرش ماتش ده بياخد اليورو بأداء مقنع من أول مباراة مخسرش ماتش مخسرش ماتش يا اسلام مخسرش ماتش بعيدا عنه هو مخسرش الأداء مقنع أداء مقنع أداء ولعب ومن هو يفوز على منتخب انجلتار ماتش كان وحش جدا طبعا ولكن وحش أتكلم بقى جوه الملعب يعني يمكن الشهود التاني كان هو الأقرب لأسبانيا كانت قدر تجيب أربع خمس تجوان أنا عمري ما شفت فرقة في الدنيا منتخب في الدنيا أو فرقة بتعمل الاستحواز الإيجابي ده في كل حتة في الملعب مش نص ملعب والضغط الأمامي والضغط الأمامي غير عادي وعد بيدفت عنجلتار يجي يلف كده جاية خمسة راحين والأكتر من كده الحلول بقى الهجومية الملعب هجومية كبيرة جدا مع أن مراتة ده واخت كمية ترياءة وفلسوحة في الأسبانية مش عايزة أقولك الدنيا شفت كان عامل إزاي والضغط النفس اللي كان علي يعني وأهدد نهاته بالمناسبة يعني أهدد الفوز بتاع لإنيست مراتة ده اللي نيست قالك لأ ولا إنيست ما كنتش هكمل بهذا الشكل يعني ولكن هو اللي كان دايما دعم فهو بيهديله تخلي هو لدرجة نوعه بيهديله الكاس وشل الكاس وعملوا موراة كبيرة جدا جدا وعملوا أداء غير عادي وبالعبوا مع فرقة برضو إيه بالعبوا مع كبير أقوى دوري في العالم ولعبها بس قدامهم تحس أنه لا لا يعني استحوز غير عادي الناس يعني بيستحوزوا على الكورة في ظل ضغط من المنافس قوي جدا يعني قوي جدا وبعدين أنت بتعمل استحواز ده في التلت الأخير لو في نص ملعبك سهل إنما أنت تلعب وتعمل الاستحواز ده من الشمال والمين والنص ملعب بالشكل ده وبعدين اللعيب اللي عنده 16 سنة ده يعني 16 سنة اللي احنا هنا 23 و20 بقولوا لسه ناشط يعني انت فهمت زي يعني الراجل ده لما يبقى عنده 26 سنة يبقى لعب 10 سنين وإحنا هنقول لده لسه ناشط 26 سنة صغيرة الفكر مختلف والنظام مختلف والتحضير مختلف والأشخاص مختلفة وحاجة كتير يعني نتمنى للجميع دوام التوفيق خلال الفترة اللي جاية اللي فرح لأسبانيا فرح واللي زعل على أنجلترا زعل ولكن في النهاية كلنا فرحنا لما الأرجنتين كذبت بطولة كوبا أمريكا وانبسطنا بالكورة دي وانبسطنا بالكورة وبشكل كورة القدم الجميلة خلال هذه الفترة كلنا نمنا إمبرح الحياة ما قدرماش نبدأ نقعدين من كتر التأجيلات واللي حصل إمبرح في نهاية كوبا أمريكا ولكن بعد كل ده تمنى رب كل التوفيقين للأله في المباراة وبكرة شكرا جزيلا أنا كابتن حشيز أنا بشكر عليكم إن شاء الله نعرف أن انت هتعمل حاجة بسيطة كده قريب جدا الأسبوع الجاي بعدها هترجع بالسلامة إن شاء الله شكرا جزيلا أنا كابتن حشيز شكرا جزيلا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل لأستاذ محمد أبو علي والأستاذ أيمن جيلبرتو في ديوفة البتك أهلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديوف وديوف حضراتكم في هذه الفقرة أستاذ محمد أبو علي زكا بو علي ببراكة الحبيب بكله تمام بخليك الأستاذ أيمن جيلبرتو زكا بتني ببراكة بكله تمام الحمد لله دايما لما بيتحقق أو بيتحقق مكسب على فريق بينافس بيبقى في مكاسب طبعا ولكن في نفس الوقت ليس معنى المكسب أن أنت خدت الدوري وليس معنى أي حاجة تانية هزيمة أو تعادل أن أنت خسرت الدوري وذن كنت هنا في البداية السؤال حركة مهم وموايز جدا بس إحنا عملنا حملة هنا أو تكلمنا هنا في آخر حلقة لنا وعملنا نداء لجمهير الناد الأهلي نداء موجودة إحنا كنا عارفين أنهم حيبوا 15 هم ما بعد هذه المباراة إحنا ما شاء الله شفنا عدد وبياد يمكن أنا وجلبرتو كنا عادين جنب بعض أقل من 15 كنا عادين أنا وجلبرتو في الإستاد حاجة يعني اللي ما جاش الماطش دفتو كتير بأمان حاجة كانت ممتعة جدا مهم أن نكابل روح كانت جميلة أوي جمهور الأهلي كان ليه دور كبير أوي في الفوز خاصة بعد الهدف التاني بتاع بيرامتس الجمهور يعني انتفض وفوق اللعيبة رجع اللعيبة بسرعة للماطش وساعد كمان ان انت تكسب وبعد الماطش الرسالة اللي بعتها للعيبة بالهتاف بتاع الدور يا أهلي كل ده صحيح من حاجات اللي تقدر تقول إنه من مكاسب اللقاء كبسلين أتمنى بكرة في ماطش مودرن سبورت نلاقي نفس الأمر نشوف نفس الحضور الجماهيري نشوف نفس الحياة اللي كانت موجودة احنا كننا كننا عارفين يا أبو علي إنه أو حتى وانت بتتكلم قلت إنه احنا عارفين إنه ماتش الـ 15 ألف موجودين لبعد بيرامتس عايزين بقى كل الماطشات إن شاء الله يبقى فيها لغاية لما ربنا يكرمنا إن شاء الله إن شاء الله وإذا كان لنا نصير بالفوز بدنا هيا الرسالة عايزين نكملها بس الجمهور إنه التلات نقاط بتاع ماتش بيرامتس هم هم التلات نقاط بتوع مباراة مودرن فيوتشر هم هم التلات نقاط بتوع مباراة زد هم هم بتوع السيراميكة هم هم بتوع المقاولين بتوع سموحة كل الماطشات اللي جاء للنادي الأهلة كابتن بطولة كل ماطش فيهم التلات نقاط بتوعه يقربون أكتر من بطولة الدولة بالنسبة لسؤال حراك كابتن أنا بالنسبة لي الأهل ما عملش أي حاجر النفاس بسلاث نقاط ممكن نحسبها بستة نقاط لإنه المنافسة المباشرة بتاعك الروح اللي كانت موجودة زادت الصقة اللي بين الجماهير واللعيبة وجهاز الفني زادت يعني وصور رسالة النادي الأهلي كنادي وكلعيبة وكأشخاص وكأدارة مؤسسة يعني صعب إن انت تنال منها أو صعب إن انت توصل حتى النص اللي هي بتعملها أو النجاحات اللي بتحققها كل دي بالنسبة لي من مكاسب اللقاء لحد دلوقتي لسه بدر جدا على طولة الدوري لسه بدر جدا على الكلام إن النادي أهل حسم البطولة الفرق بيني وبين بيرامز لو أنا كسبت كل مطشاط المؤجلة أربع نقاط لو أنا كسبت كل مطشاط المؤجلة هيبقى أربع نقاط على الورق أنا لسه في المركز الثاني وبيرامز في المركز الأول بالضبط لإن أنا عندي مؤجلات هيبقى من بدايتها مباراة اليوم بقى خلاص مودرن سبورتا هتبقى دي مباراة من مباراة المؤجلة فهن العمل نكسبة نقرب أكتر من المركز بتاعنا الطبيعي أو نحافظ على الدرع اللي احنا واضحين لقبه السنة اللي فاتت فرسالة للعيبة ويمكن ده اللي قول أرقاله للعيبة كابتل الإسلام المباراة بالنسبة لنا نفس أهمية مباراة سبترابيت وهو ما بيلحاش أنت بتلعب كل 3 يام مباراة ومطشاط كلها صعبة جدا مع منافسين واحترمين جدا فأتمنى أن اللعبة يعني تعي الرسالة دي اللعبة دلوقتي في المعسكر كان فيه محاضرة قبل المران وكان فيه محاضرة أو مراحل أوتيل المباراة تأهين النفسي والزيني للعيبة هيكون مهم جدا في المباراة دي والجماهير كمان الرسالة اللي توجهها الجماهير السوشيال ميديا كل ده مهم أنت تتحضر لعبة لأن احنا ما كسبناش لحد دولت الدور احنا كسبنا مباراة مهمة في مشوار الوصول للصرار والحافظ على اللقاء بتاعنا أعتقد أن الأهلي رايح نفسه رايح نفسه أنه هو في بعض المبارايات طلب حكام أجانب منعا لأي أمر وبالتالي على رغم أن هناك أخطاء ضد نادي الأهلي في هذه المباراة ولكن في النهاية أنت بتلعف أو يعني بتركز في اتجاه واحدة من الملعب فقط بالظبط يا كابتن إسلام يعني لو أتذكر برضو كلمة الأستاذنا عصام شالتوت لما لك الأهلي بيحافظ على قوته يعني الأهلي بالقرار أنه هو يختار يعني أنه يدفع ويجيب يطلب حكام أجانب لمبارايات معينة في الدوري حاسمة ده كان أمر طيب جدا وهي الرسالة رسالة إيه هي أن أنا لما بعترض على أمر أو لما حاس أن أنا عندي مشكلة أنا والله طالما فيما يسمح أن أنا أتدخل لإصلاح هذا الأمر بأن أنا أجيب حكم أجنبي عشان أوفر القيلة والقالو عشان أنا عملت اللي علي قدام جماهيري فهنا النادي الأهلي دايما بيعمل خطوة دي وبالمناسبة برضو يعني كابتن إسلام في اللي أنا بنتكلم عن مباراة بيراميدز المدهش أن الناس كلها الجدل كله على ركل الجزاء حسين الشحات يعني محدش يتكلم عن يعني يتكلمه بس مش بنفس حجم ركل الجزاء حسين الشحات صحتها من عدمها يعني إحنا في صور لما تتعرضوا إحنا بنتكلم مع حضرات كابتن إسلام ما دي أخطاء تحكمية كان ممكن تأثر في نتيجة المباراة على فكرة يعني النهار دا لما يتم دهس قدم محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء ولا تحتسب ركل الجزاء ما دي كرة ممكن تأثر في نتيجة المباراة دا مش معناه أن ركل الجزاء يعني أنت شايف ركل الجزاء لا يعني مش قصدي أنا شايف ركل الجزاء لا أنا قصدي إيه لا 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 أنا قصدي أن الناس سيب كل الأخطاء وهي مسكة في الكرة دي عايزة تزبط نهي صحة أو غلط يعني طب ليه ما بنمسكش في كرة عبد المنعم دي نسبة أنها صحة أو الغلط وأن النادي الأهلي تضرر ليه ما بنمسكش في الكرة بتاعت حسين الشحات الكريم حافظ مسلا كان دينجرس بلاي واضحة جدا نشر حتى لا والله اسلح سين الشحات هو اللي نازل بدماغه لا أصل كريم حافظ هو اللي زاوية رجل ومش حاجم طب الشحوه حد ادوها حجمها ان دي ممكن كورة كريم حافظ كان وارد انه ياخد فيها مثلا بطاقة حمراء لو مثلا انت راجعت في الفارق أو على القل كرت أصفر قبل كمان ما يخرج يعني ما كانتش حد يعرف نو هيخرج الكورة بتاعت زي ما قلت حضرتك محمد عبد المنعم هي الكورة هي ركلة جزاء اللي احنا نعرفه في القانون على قد فهمنا ونلعب حتى خماسي اي حد بيدوس على رجل حد هفول النهاردة دي ما تحسبتش اي حاجة ما تراجعتش كورة فيه كان فيه كورة اخرى بتاعت طهر محمد طهر ومحمد الشيبي الراجل يعني كان ناقص ياخده اللي سوفلكس زي ما بنقول كده لا وحسين الشحات اول ما عمل ايده كده بس اللعب وبيدفع اخذ انظار الحاجات دي كلها ما تراجعتش وخدت وضعها في المراجعة زي كورة عزين الشحات انا حسيت الناس بتقول لك انت الحكام دول بقول لك ايه انتوا عايزين حكام اجانب اه طب هنجبلوكوا حكام بقى تناديمكم ان نطلوبوا حكام اجانب طاقم تحكيمة كابل السلام غريب جدا يعني كمية اخطاء في الملعة وانت في الملعة كمان بيتبقى مركز على بعض الامور تحس ان هم حتى مش متفاهمين مع بعض فيه حاجات كتير بتحصل في الملعة الغريبة بقى بينهم الساحل ما هي حاجة ساحل ساحل الاسباني ساحل الاسباني على ضع احمد حلم فهي النهاردة كابل السلام ادوا القرارات دي والكور دي حقها زي ما النهاردة بس عايز اقول لك بردو خلي بالك بس هو الكلام هنا مين يعني مين اللي هم يدوا او مين اللي هم الناس اللي بتطنع تبكتن ايوة لا لازل كلم اتكلموا على متضرر اللجوء للمحاكمة الدولية ماشي بس ازلي ايش رحول اللي احنا كسبنا على المتضرر اللجوء للمحاكمة الحكام ايوة لقوا محاكمة الدولية ويروحوا محاكمة الدولية لأ يعني انا قصد ايه اشرحوا لنا زي ما النهاردة ايوة انا بيتكلم بفلسافة اللي ان الناس دقا تتكلم ايوة ايوة اشمعنا نهاردة حسين الشحة لا اصل رجله اللي رحت على المش عارفين لا اصل ايده احمد سامي اوه مش عارفين اصل مين طب اشمعنا دي بنشرح فيها كل الفلسافة بتاعت الحكام وبنيجي في كرة محمد عبد المنعم اه كان الكرة ده سخدم ولم تحتسب وخطأ تحكيم كرة كريم حافظ تحديدا كريم حافظ دي حتى ما حدش شرح حالنا هي حسين الشحة يشرح حالنا على القلب من باب يا اخي التوعية قل لي ان حسين الشحات غلط يعني حتى هو بقول لحدك من باب ان تقول لي حسين الشحات غلط قل لي لكن انت ما قلتليش فالنهاردة الناس حتى وياب تتكلم في القصة دي يا باشا بس ايه؟ يعني احنا برضو ناس بتتفرج وبنفهم واحدة واحدة يعني مش كده لجيه لما عمل غط خطأ استفاد من النادي اقول لا هيك كرة بالنسبة لنا وجهة نظرنا اقول لنا شايف هي ركل الجزاء اه صحيحة انت بتقولنا هي ركل الجزاء غير صحيح خلاص قلها وعقب على القرارات التانية بنفس حجم تعقيبك على هزا القرار بس كده ولكن هي ملفات كتيرة مفتوحة خليني كانت طبعا اه انا عايز اعقب بس على ايمن في حتة التحكيم مش بعيدة عن السؤال حد تسألي ماه السؤال التحكيم برضو اه لا لجيه اكتر فريق بالرغم ان احنا فزنا على بيراميدز وبالرغم عملنا مطش كبير جدا وكسبنا ثلاثة اكتر فريق الضر من التحكيم السنادي والنادي الاحلي حتى في المباراة اللي جيبنا فيها واستقدمنا فيها حكام اجانب والناس فلانية الحكام المبجلين جابونا طاقم تحكيم يعني انا مش عارف الناس دي بتدير مباراة ازاي في الدور الاسباني وكان بيديروا ريال مدريد واكلتكم هديل على ما تذكر اكتر واعملوا مشكلة في مطش السوبر هنا النقطة مش علشن هو ظلم بس ظلم الاهلي فالناس شايفة في بيراميدز ان ده تمام او الناس شايفة في الاهلي ان ده تمام يعني فهم الفكرة فين انه لا انه ده مدرب حاكم اجنبي فلا يرى هم من وجهة نظرهم كده تخيل لو الاخطاء دي كانت حصلت مع سين سين من الحكام المصريين كان ايه اللي حصلت كانت وقف له 3-4 شهر غير الوقت وكانوا البيانات بقى بلعت هنا وبعدين ما هو احنا عندنا محتى بتطلع بيانات برضو ولكن انت بتطلع بيانات في امور واضحة واضحة احنا انت السناد الظلم تكم ظلم تحكيمي واخطاء تحكيمية واحنا ندي الوحيدة على فكرة لقول طلب حكام اجانب وما طلعناش لبيانات واحنا طلبنا بس استخدام حكام اجانب من مبارات معينة احنا عندنا العبة رجالة ادرت ان هي بالرغم من الظلم التحكيم اللي حصل وانت ليك على الاقل ضربتين جزاء واحدة بتاعت امام عشور واحدة بتاعت محمد عبد المنعم اخطاء كتيرة جدا وكريم حافظ وجهة نظر كان المفروض في انذار في انذار كرة حسين الشحات وكرة بتاعت امام في واحدة واخد امام اللي هي من الخلف دي ورجل بتاعت حسين الشحات في وشه انا فاكر صاب الرحيل في مرة باللعب ماوريه بتاعت اطرب فيها كان واخد انذار واخد انذار تاني واضطرد فيها ازا ما حريك بتقول هل كرة حسين الشحات مش مش ضرب الجزاء مليون في المية بدالينية تحسبت عناد الاهلي كرة زيها في مطش الاهلي والزمال التع 3-0 اللي كانت على مؤمن زكريا لما ازحلق جوه مطيت الجزاء واللعب الزمالك ساعتها روح دايس على مؤمن وخد ضرب الجزاء لو تفتكر وقتها كان عاكم اه وزيب كان اجنبي اجنبي بس مش فكر كان لا ما كانش اجنبي والله كان عربي مصري بالتالي كان اجنبي اه وادانا ضرب الجزاء اه وابعا كده ادانا ضرب الجزاء جمتنا من الهدف التاني هنا حسين الشحاتة كابتن الناس بتكلم اولا كرة لما رجعت انا شايفها جات في ايد محمد حمدي بخلاف لو ما جاتش ايد محمد حمدي حسين الشحاتة هيحط رجله فيه من اللعب داخل بمنتهى التهور ومارد فدت ديسه شار رجله عشان ما يتعورش عايزه حطه بايحطه فيه طبيعي ان هو يحط رجله على محمد حمدي فانا بالنسبالي في الحتة ده كابتن اللي يقول اه المتضرر اللجوء اللجوء محكم الدولية ايمن الدوري لاغلب الفرق خلص في اخر الجوارات والمنافسة ايضا في القمة مشتعلة ونقول لهم مثلا ماذا تقول اللائحة في حالة تساوي بعض الفرق في عدد النقاط سواء في الهبوط او في ال حلو يعني كابتن اسلام فعلا خلص الدوري تقريبا اغلب الفرق اللعبة 30 مباراة وخلص في المراحل الاخيرة في فرق الرابط تهبط في فرق بتنافس يا الاهلي وبرامس بي نفسه على اللقب في فرق بتنافس على مراكز متقدمة ففرصة نعرف الناس برضو الناس بتحب حتة اللوايح وانها تعرف معلومة جديدة ونبقى على القل افدناهم بحاجة يعني دي اللايحة في صورة لها ممكن تطلع معنا اللي هي لايحة ربطة الاندية موجودة على الموقع الرسمي اللي بيحصل في حال تساوي فرقين او اكتر في عدد النقاط سواء في تحديد البطل او في تحديد مراكز الهبوط اول حاجة كابتن اسلام ببص على نتائج النتائج المواجهات المباشرة يعني لو في فرقين اتعادلوا مع بعض في النقاط صحيح بنحتكم لاجمال النقاط في المواجهات المباشرة شوف كل يعني مثلا اهلي لعبوا ماتشين الماتش خلص فوزه وماتش خلص تعادل يعني في فريق مع اربع نقاط مثلا يبقى هو ده اللي خد الدول طيب لو حصل المعيار التاني لو الاثنين كل واحد كسب ماتش بنخش على فرق الاهداف في المواجهات المباشرة فرق الاهداف في المواجهات المباشرة بحيث لا يحتسب قاعدة الهدف بهدفين طيب لو المعيار ده كمان تحقق لا 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 فهمنا يعني الناس تفهم اه يعني مثلا لو فريق كسب 3-2 وفريق كسب 1-0 فنتيجة الماتشين 3-3 فالنهاردة اللي كسب 3-2 ده لو اتنين دول برا ارضه سجل اللي خسر ده لو سجل الاتنين دول برا ارضه ما بتتحسبش الهدف بهدفين نتيجة ده دائرة كتيرة عطول فده المعيار التاني طب لو تساوف التساوف الاتنين بنحتكم على طول فارق الاهداف في المسابقة كلها له وعليه جول ديفرنس زي ما بنقول كده فريق الاهداف فيه ملاو معليه خمسة للفريق ده وربع الفريق ثاني خمسة خمسة اللي يكسب لو اتعدلوا فيه الثلاث معايير دول المعايير الرابع قابل القرعة الاهداف المسجلة مين اكتر فريق سجي الاهداف الهجومية اه ودائما النظر للنواحي الهجومية بالزبط كده يعني حتى فيه على فكرة بعض الحالات مثلا فيه بطولات تانية بيعملوا الجول اللي هو الاهداف المستقبلة كمان لكن في الدوري بنقف لحد الاهداف الاكثر تسجيلا للاهداف يعني اخر حاجة بقى اللي حضرتك لسه لو اتعدلوا بقى في كل ده بتبقى ماتش فاصل مباراة فاصلة مبين المتعدلين في كل ده احنا مش نقصين واجه عدم مش نقصين بندور على فعايزين فرق لكن لو فيه بقى اكتر من فريقين كابتن اسلام نفترض فيه ثلاث فرق او اربع فرق اتعدلوا في نفس النقاط بيعملوا دوري ما بينهم بالمعايير دي يحطوا الاربع فرق اللي نقاطهم زي بعض يبتدي بقى يشوفوا فرق الاهداف في المواجهات المباشرة يجمعوا النقاط لو فيه تعادل يخشوا على بعد النقاط فرق الاهداف بعد كده الاهداف فرق الاهداف بشكل عام ثم الاهداف الاكثر تسجيلا يعني دي اللايحة كده بشكل مختصر للجمهور يعني عشان لو اي حد وصل للمرحلة دي بقى الناس عارفة الموضوع ده ماشي ازاي طيب انا بس عشان بعتولي حكام طاقم التحكيم كابتن محمد عادل حطها لنا سامير لو معاك على طاقم التحكيم كابتن محمد عادل حكما للساحة كابتن محمود ابو الرجال حاكم مساعد اول امام حضراتكم كابتن سامي هلهل حاكم مساعد تاني كابتن ابراهيم محمد حاكم رابع كابتن باسيوني كابتن محمود باسيوني حاكم فار كابتن شريف عبدالله حاكم فار مساعد الجولة السبعتاشر دي طبعا مباراة مؤجلة من الجولة السبعتاشر للنادي الاهلي ومودرن سبورت هتلعب في استاذ القاهرة ثلاث ستاشر يوليو عشرين اربعة وعشرين ساعة تسعة مساعد طاقم التحكيم كابتن محمد عادل كابتن سامي هلهل كابتن ابراهيم محمد كابتن محمود باسيوني ثم كابتن شريف عبدالله كابتن محمد عادل في هذا ال نعم اتمنى لهم انت تحكيم محترم ربنا يوفقهم بكرة مورا قلبك لا لا ربنا يوفقهم انا عايز انهم موفقين لا ما اعرف انهم موفقين دي انا عارف انهم كلنا عايزين موفقين مش انت الواحد مهم مباراة الحكم كابتن محمد عادل عدار تسعتاشر مباراة تسع مباراة حكم ميدان عشرة حكام حكم فار عدار لنادي الاهلي في هذا المسم تلات مباراةً الجولة الأولى أهلي والمصري الجولة السبعة أهلي واسموحة مؤجَّن من الجولة السبعتاشر مودرن سبورت والاهلي عدار تلات لقاءات للنادي الاهلي كحكم ياลفار جولة الخمسة أهدى الزمالك والاهلي في الجولة العشرة الجولة الستة وعشرين الاتحاد والأهلي اما عدار لنادي فيوتر انت نعم جولة تمنة في مصري وفوتشر حاكم ميدان الجولة 27 فيوتشر والإسماعيلي حاكم فار وغدا هتبقى مباراته الثالثة بالنسبة لنادي فيوتشر ده ملخص ملخص كابت محمد عادل سواء مع النادي الأهلي أو مع نادي مودرن سبورت في مبارات غدا زي ما أبو علي قال نتمنى له يا رب كل التوفيق لأنه مثل هذه المباريات لا تحتمل أي شيء أنت اسمعت كابتن محمود بسيوني قلت لكابتن محمود بسيوني ما بالأ منه أنا وعش لي بس ناس محترم هم طبعا أنا ما نتكلم محمد عادل راية محترم ومحمد عادل راية محترم وكابتن أبو رجال وكابتن أبو رجال نتمنى لهم يا رب التوفيق ويبقوا في يومهم ما يتأثروش بأي حاجة ومش مركزين نحن عايزين ناس تبقى التحكير مصري بقى أحسن حكام في العالم أنا على يقين لو التحكيم كويس النادياء اللي مفقدش بطلوات أنا أتمنى أن الشهر ونص دول وبعد كده يبقى عندنا كلام كتير لأنه الحقيقة الشهر ونص اللي جايين دول من أهم مشهور السنة بالنسبة للفرق اللي بتتنافس سواء الأهلي أو بتتنافس على الفوز بالدوري أو الفرق اللي تتنافسنيها تقعد في الدوري هذا فيه من نفسها كمان من يعني حتشو أخي باله منها اللي هي البطولة العربية يعني فيه ناس خلاص حسمت أفريقي فيه ناس بقى المركز الخامس ده بيلعب بطولة عربية ففيه فيوتشر عايز يكمل فيه سموحة فرق بينه في فيوتشر نقطتين يزد موجود فيه يعني فيه أكتر من ناديب نفسها الناس مش أخد بالها من الموضوع ده مثل البطولة العربية لسه يعني أعتقد بقالها نسختين أو حاجة ما بتتلعبش ما هو الأقرب أنه انت لو تلعبت المركز الخامس يخش في البطولة لو مش بيلعب في بطولات أفريقية عشان كده فيوتشر واخد المطش بكرة يعني طبعا مركزين مش عايزين يخسروا نقاط يعني طيب أعتقد أن انت فوزك على بيرامد زي تقدر تبني عليه لما هو قادم طبعا أنا اللي عرافه أن ريدي مرسيل كولر بان عليه بكلامه مع اللعيبة وأن اللعيبة تحس كمان أن الدورة دولتي بقى بالنسبة لهم أقرب بعدما كان الفرق نقطة مدفوزة على المنافس المباشر بتاعك بتبني عليه زي مقطعها الكابتن في حيثة الصقة والكلام مع اللعيبة على استمرار سلسلة الفوز المتتالي أهلي وصل لتلاتاشر فوز متتالي ففوز كان مهم جدا ومبارات الغد يعني كابت طلعت يوسف واحد من المدربين اللي ماتشاتهم دايما بيبقى عنده تاك تيك أو بيعرف يدير الماتشات بشكل كويس مش المبرمش تبقى سهلة إلا لو الأهل سهلها على نفسه يمكن أنا شايف أن غياب جنافان الباك الشمال أو الزهر الأيصاب بلعب مخلوق طاعة بس خلي بالك كابت طاعة بيجد الحلول يعني واحد من المدربين الكبار اللي يقدر كوتش كمان والماتش شغال أو صحيح فالماتش يعني فوز على بيرامدز مش عايز أن هو ياخد من فكر اللعيبة على قد ما نركز أن احنا زي ما قلت لك كابتن نكسب كل الماتشات اللي جاي فماتش بكرة مهم وزيادة الثقة اللي عند اللعيبة من الفوز على بيرامدز إن شاء الله تكون دافع فيه تحيي الفوز على فيتشورة ومن ثم بقى بيرامدز تاني وكل الماتشات بتاعتنا اللي جاي يعني أنت شايف أن النادي القالي هو الأقرب للفوز بالدوري الساني دي إن شاء الله في حالة الفوز في كل المباراة المؤجلة القادمة حال أنت شايف النادي القالي قادر بطريقة اللعب اللي بيلعب بها كولر بطريقة التدوير اللي بيدور بها كولر رغم من كل شوية بنسمع يعنيهم أحمد عبدالقادر هو اسمع أنه عنده إصابة بلهب كم يوم السلائف السلائف قبل المباراة بردو بقال من 24 ساعة ده يوم المباراة وإحنا في الأستاذ جالنا الخبر بتاع أن عمر كمال خرج من القايمة عمر كمال على رأي بسبب نازل المحاوية مين يجب لك الخبر؟ الأستاذ اللي كان عاجل طب كنت جيب لي خبر يا أخي طب جيب لي خبر حلو يا أخي أنا ناقل عايز نقول على الشاشة أنا ما مصنعش خبر عايز نقول على الشاشة النتل لا 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 هنا الصحفي الصحفي بيقوم بشغله أنا ما بصنعش خبر أنا ناقل للمعلوم فهم بعدين بيتكلموا على التشكيل وبتقفل طولهم طب خدوا بقى أن عمر حصل كذا كذا بس ربنا يا شفي عمر النهاردة كان بيتمرم في الجيم والحمد الله جيب بس إن شاء الله قال له النهاردة بعد المباراة عمر متأثر شيئا بمضاع ريفعة برضو يعني طبعا عمرنا صحاب قوي قريبين من بعض قوي فربنا إن شاء الله يوفق ويرجع بقى المطشات الجايب بشكل أقوى إن شاء الله أيمن طبعا لا يعني أكيد زي ما اتكلمنا على حراك كتير فكرة الروتيشن اللي كولور بيعمله أو الطريقة اللي كولور بيتعامل بها مع المباراة يعني هي سلاح زوحدين لكن هو ما عندوش رفاهية إن هو يعمل غير كده النهاردة إنت هو قال كلمة في مؤتمر الصحفي الأخير أو اللي قابله قال ما أعتقدش إن في نادي في العالم بيلعب كم المباراة المضغوط أو بيلعب عدد المباراة اللي زي نادي الآن أعتزيق من كتر الكلام اللي عملين نقوله كلنا وياريت عاجب يعني هتحونين كورة وياريت عاجب الناس وياريت عاجب الناس وياريت عاجب الناس فاكرة أنت بتقول كده والله الواحد لو بص في ألف حتى تانية على لازم حيقول هذا كلام طبعا الموضوع ده حقيقي مش حدي بلعب في شهرين البوكسنج دي ده اللي بتعمل في إنجلترا بتعمل لمدة أسبوع عاش تيام ثلاث متشاط في عاش تيام لمدة أسبوع أو عاش تيام حتى هناك كابتن إسلام شرحناه محرارك قبل كده بشكل متدق يعني باستثناء كورونا اللي حصل وقت كورونا وباستثناء حاجات معينة النهاردة الدوري الإنجليزي هتلاقي أغلبه لما بيبتدوا لأن ده بتلعب على الأقل لأول 3-4 أسابيع ماتش كل أسبوع يعني ما بيبقاش فيه في النص حاجة بعد كده بيبتدي اللي عنده مثلا تصفيات في الشامبيونز ليج اللي بتدي تلاقي بيلعب كل 3 أيام تبتدي الموضوع ده يمشي كل 3 أيام لحد وقت معين سواء إنجلترا أسبانيا أتالي في وقت معين بيعملوا بقى اللي عنده بوكسنج داي اللي عنده ضغط مش عالف كاس اللي عنده ايه بعد كده ياخدوا الأجازة بتاعت الشتة دي كل بقى حد بياخد أجازة كريسمس حسب طبيعة الجدول عندهم ماشية ازاي بعد كده هتلاقيهم بيرجعوا برضه تدريجيا لحد ما اللي عنده بقى دور 8 شامبيونز ليج اللي عنده ماتشات كاس يبتدي يلعبها في النص لحد برضه هتلاقي إن في فترات في أندية يعني زي كده لو تسكر تصريح جوارديولا لما كنا محضرك برضه هنا يعني صحيح جوارديولا بيتكلمه هيلعب ريال مادريد ريال مادريد مريح قبل مثلا مواجبت 9 أيام ليه جدوله مريح في اسبانيا مفيش كاس بالنسبية ليه مفيش حاجة لكن الناحية التانية مانشستر سيتي جدوله مريح ليه عشان شخص الوطنة خرج من كاس يعني قصدي خرج من كاس وحسم الدوري وحسم الدوري كمان اه مش عشان اه مش رفاهية ايو مش رفاهية وفي الدور لأ وكمان في حاجة مش زنبي إننا بلعب نهاية دوري لآخر وقت وكمان ايه مش زنبي إننا بلعب نهاية دوري ابتلق فيه وهو كمان كان ريال مادريد كان حسم الدوري فهو بيلعب مريح انت هناك انت الدوني عندك فيها طحن وبتلعب كاس وشامبيونز ليج بتنفس على كذا حاجة فانت اللي تزنق فهي الفكرة وهنا بنتكلم على الطوب ليفل في الكورة في الدوري الإنجليزي والناس بتشتكي فهو كاتر خيره إنه برضو بيقدر يتعامل مع الكم ده الناس اللي ما بتسافر ايما ما بتروحش بريتوريا ولا جوانس بيرج في فغيردية ولا تروح كونغو في السريقة ده بيسافر بالقاطر حتى لو بتهارة خاصة حتى لو بتهارة خاصة حتى لو بتهارة خاصة حتى لو بتسافر خمس ست سبع ساعات ده شاكر بالبلجيكا واولندا كنا في بلجيكا وشايفين الخط كده وبعدين الأرضيات تحت الملعب كابتي إنت الأرضيات دي لو إنت عندك إصابة ولعبت عليها بتخيف إنت في أرضيات بتروح تلعب في أفريقيا لو إنت أحصان بترجع مش هادش أعط لجيك على الأرض بالزبط فلا يعني ظروف لعب وظروف أفريقيا غير أوروبا لا بص أمم أوروبا بتتلعب إمتى بص إنت عندك أمم أفريقيا بتتلعب إمتى وإنت السنة دي اللي فارق الشهر ونص دي الفارقين في أمم أفريقيا بس هذه القنصة كلها أم أفريقيا دي على مصر كلها مش عنادي الأهل صح فهي الفكرة كلها إن كولر يعني آه طبعا في بعض المباراة عشكا قلت حركة هيسلاح زوح الدين ليه لأن في بعض المباراة كأداء بيتأثر لما تبتدي تطلع عدد من اللعيبة عشان خاطر تريحهم وتدي دهائق للعيبة تانية عشان خاطر تحاول تحافظ على توازن الفريق البدني والزهني وإن معدل إصابات تقل قدر المستطاع فده بيبقى سلاح زوح الدين إن في بعض الأحيان الأداء ما بيبقاش أحسن حاجة والناس بتدي تنتقد في الأداء لكن ده بينعكس برضو إن في مباراة أخرى بتيجي نهاردة زي مباراة زي بيرامدز نهاردة لما تزنقت قدرت تطلع على المخزون البدني اللي عندك إن أنت وإنت متأخر اتنين واحد أنت لا بتسيطر وبتسترجع أمورك وبتقدر نهاردة أنت تكسب فهي هي كلها معدلة صعبة الوحيد اللي بيقدر يبقى ماسك فيها الزمان الأول هو المدير الفني ده هو اللي شايف اللعيبة هو اللي حاسس بهم وهو الأحمال التدريبية هي اللي ماشي فالنهاردة النادي الأهلي عشان خاطر يقدر يحسم لقب الدوري الموسم ده هو مضطر يعمل كده يعني بص كابتن إسلامت هتلعب مودرن سبورت بكرة يوم الجمعة ماتش في الكاس تمام كده هتلعب يوم لتنين بيرامدز تاني بص موراة عاملة زي في حين ان مثلا بيرامدز اللي هو المنافس اللي معاك مباشا هو اللعب النهاردة ماتش في الكاس لحد ماتش يوم لتنين تقريبا ما عندهش حاجة هو مقدرش هلوم أنا بيرامدز أنا مش بلوم بيرامدز لان هو الظروفه كده يا راجل خرج من أفريقيا فهو الظروف جدوله كده فأنا نهاردة عشان أنا أتعامل مع هذا الأمر وأقدر أن أكمل سلسلة الانتفصرات دي زي ما أبو عالي كده قال وأوصل للنقطة اللي تخليني متطمن لازم في حاجة بتيجي على حساب حاجة ما يفعش هلعب كويس وكسب سكور مش كل الماتشات تقدر تعملها كده لازم فيه ماتشات في النص هتعاني شوية فإحنا اللي بنا تمناه إن حالة اللعيبة وخبراتهم تسعفهم إن هم يعملوا زي ماتش الداخلية زي ماتش الجيش يخلصوا بقدر بص انت بقالك دلوقتي من بعد الماتش بتاع الزمالك اللي ما تلعبش بتقدم كورة ونتيجة وفوز ومستوى في الملعب عائلة باستثناء الشوط الأول في ماتش الجيش اللي فات ما كناش كويسين وانزلنا شوط تاني قدرنا نسجل هدف هنا بدياء أبو علي ليه؟ خدت ثلاث يام زيادة متى ثلاث يام زيادة دول مش هاي كابتن إسلام لعيب ثلاث يام دي تسعفك ممكن أسبوع لكن ما تدرش تسعفك أسبوعين كمان لا ملاحظ ديه كنت كنت مش لعيبة يعني تقدر انت اللي تشع حقصة دي لا ملاحظة هيا دي فكرة اللي عايز أقولها جيلبيرت لا يعني عايز أشكر الظروف اللي راحتك في الأسبوع ده فرق معاك جامت جامت يعني فرق والله بجد مش بعمل مش بعمل أسقاط على حاجة لا والله ملناش علاقة الزباد كرا وخلى اللعيبة تنفسها انت خدت ثلاث نقاط وما لعبتش راحت اللعيبة فقدرت تعمل مشاكل كويسة جدام الداخلية والجيش ومع كده أو الجيش والداخلية والجيش وقدرت تعمل ماتش كويس جدا قدام بيرامدز كل ده الحمدلله يعني كان بحاجة ما كانش في الحزبات طبعا بجانب الإشادة بمرسيل كولر نفسه كابتن الراجل ده حساب له انه بفضل الله ما شاء الله يعني عشان من حسيتش الناس موقف اللعبة كلها على رجليه مجاهز اللعبة كلها انت في لحظة حضرت في حسابك النهاني احتياطي وعمر بيتعب وعمر كان لعب أساس الماتش ده فقررت يتلعب خدق فتاح وقف على رجليه بيجي لك مشكلة عمر السلية مصاب بس انت فهمت الموضوع خدق فتاح مش محمد هاني؟ يعني ايه فهمت؟ محمد هاني ملعبش ليه؟ هو الماتش اللابليه برضه الراجل اللعيب وشتبع كده نزل عمر وبتاع انا ما عنديش معلومة وجهة نظر ايه؟ انا مولا بسألك عشان انا هتسوق مش معلومة هي وجهة نظر يعني كنت العيب مش فلسفية عشان كنت العيب هو شاف محمد دايما اللي بيلعب فمحمد قد يتأثر نفسيا لو بدأ الماتش بعد ما عرف ان مش هو مش هيدا الماتش كبعد نفس يعني؟ كبعد نفس فيعمل ايه؟ وجهة نظر ايه؟ واثقة برضه زي ما عيما بيقول ام جاي خالد من العابه خالد من بعيد فجاي ام جاي من العابه فاللي هو حيموت نفسه اكتر من ممكن يكون راجل شاف تأثر من محمد هاني شاف حاجة خليته يعمل كده وجهة نظر بدون ايه معلومة لا ماشي حلو يعني انا اشتريت اشتريت؟ اشتريت؟ ايه اهم حاجة كلام محترم انا اقترعت لا لا دي اصل دي بتحصل في الحصد لا 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 اللي عايز اكلمه يعني اؤكد على كابتن انت طاهر بيجيبه من بره انت طاهر بيجيبه من بره انه في الاخر ايه؟ كله جاهز هو كمدير فني عام الشغل كجاهز فني حاجة محترمة وكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دخل هو كهرباء القيمة. كان عندك كهرباء بره القيمة. كان عندك المفروض عمر كمال. يعني اصدي فيه لعبة بتلعب. وفيه لعبة بره خالص. وفيه لعبة عدد كبودلة كويسين جدا. فكون الراجل يعني التلاتين اللعيب او الخمسة وعشرين اللعيب. وقفين على رجليهم. ويقدر يعمل الروتيشن. مش خالب بس. حتى طاهر لما بيره. حتى مصطفى لما بيره. حتى مصطفى لما بيجي. مصطفى برضو نفس الكلام. لكن كان عندك خالب ده جايبه من بعيد لعبه. بالضبط. ده كابتن شغل مدير فني. الجهاز الفني لما يعتمد على عدد معين ويهمل الباقي. بيحصل قصوره ممكن تخسر بطورة الدور بسبب حاجة زي كان. لكن لما مدير فني يشتغل ان يجهز اللعبة كلها. وكله مستاند باي. اي لحظة تطلب منه. بالضبط. فده يعني بيحسب للراجل. وشايف ان نجاح الروتيشن بالشكل ده. وانت تكسب بظل التغيير ده حاجة من موائزات النادي الاهلي اللي بتضمن له الاستمراري. ايمن اخيرا تشكيل النادي الاهلي بكرة من وجهة نظرك. عبر مع ابو علي برضو يحضر. يعني اعتقد انه برضو يبقى محمد الشناوي. كريم فؤاد. رامي ربيعة. محمد عبد المنعم. محمد هاني يرجع كباك يمين. في وسط الملعب اعتقد ممكن يريح حد. يعني ممكن يلعب. يعني مروان ممكن بانه هو اللي خرج في المباراة الاخيرة يلعب. امامي يبقى موجود ممكن. يا اكرم يا ديانج واحد منهم. امامي. اعتقد ان كهرباء. لا يعني يسام هيكمل. امامي رضا ممكن يلعب على حساب حسين الشحات لان حسين الشحات عمل مجهود كبير. المباراة الاخيرة. واعتقد الطاهر ممكن برضو يستمر في امامي. امامي توجوده او حجز مكانه في التشكيل. يعني اعتقد ان التغييرات ممكن تبقى برضو محدودة شوية. لان هو ممكن من وجهة نظر يبقى عمل حسين الشحات. ان مباراة الالمونيوم في كاس مصر كليفل كورة. هيبقى طبعا الكورة فيها كل حاجة. بس اصدقى كليفل كورة ممكن يبقى اقل شراية من الدوري. فيقدر ان هو يريح عدد من اللعيبة اللي هتلعب مباراة مودرن سبورت. واني هو يجهزهم لمباراة ببيرامد زي. طيب. اقول لك تشكيل فيوتشر او مودرن سبورت وتشكيل الاهلي. دي عدد نسبك بيرايبها محمود حمدي في حراسة المرمة. ومعان ناشئ محمد طارق اللي هو الحرسة الاهلي اللي راح مدر. هيبقى برضو احتياطي ليه. جنش مصاب وحمود وحمد حمدي عنده مشكلة. في محمود شعبان ناحي تريمين ومحمود رزق يعني الدول محمود رزق وعلي فيه قلبي دفاع. يلعب بطرق طاها مكان جنافان. وفي نص الملعب عمر السيسي وغنام محمد وعلي زعزع او محمد صادق قدامه مع عبدالكبير الوادي. وعلي زعزع او محمد صادق. قدامه مع عبدالكبير الوادي. وبعدين بينزل. ايو بزعزع. واحد من الكنين عبدالكبير الوادي واحمد عطف ويه الغاني ايبة. اللي هو. اغلب التشكيل بتاعه. صحيح. وبيغير فيه حاجات بسيطة. هو بيعب استقرار الاوسابات التشكيل. حيح. النادر الايال اتوقع بكرة يبقى محمد شنفح وسلمرمى. على يمينه ممكن محمد هاني يرجع هلعب تاني. ممكن يبقى جنبه ياسر ابراهيم لو الراجل فكر راح رامي او رامي حسب اللي هتشوفه. محمد عبدالمنعم ويه كريم فؤادر بيقدم مردود هايل جدا كابتن وعمل مطش بالنسبة لي واحد من نجوم مبارات بيران. مرم بشماله كتير. هو قال لي ان هو بيتمرم بشماله كتير عشاني اعرف في الفقه. بالضبط. هو العب ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه على مستوى الدفاع والهجوم والالتزام بقى يعني اتكلم عن كريم فؤاد كتير يعني. اي. وما تبطلش كلام. اه في نص المعب يحافظ على اكرم ومروان وامام وجيت نظري. اه قدام ممكن يبقى طهر محمد طهر في مكاني. ممكن ياخد معارض اسطين وسام ابو عالي في الهجوم لو ما فكرش يريحه وينزل كهرباء. خلينا ننتظ ماذا سيحدث في مباراة بكرة زي ما حضراتكم شفتم مباراة بكرة الساعة تسعة بالليل ان شاء الله. وبالتالي ستجد قرارات الاهلي في الستوديو التحليلي يبدأ في تمام الساعة السابعة مع النجم كابتن ايمن شوئي اللي حيكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة قبل المباراة بساعتين وان شاء الله بعد نهاية المباراة. بشكرك شكرا جزيلا انا باعلي. انا اللي بشكرك كابتن وبابا سعيد وانا موجود مع حراك طبعا في بيتنا الكبير وموجود مع ايمن يعني ايمن رحلة سنين كبيرة جدا في مدرجة او الصعافة. فبقى مسعيد وانا موجود معي والله. شكرا جزيلا ايمن. شكرا كابتن اسلام وبالتوفيق ان شاء الله لنادي الاهلي وببسط طبعا مع عدري رجل دايما وابو علي. مش دايما. وحصرياته اللي نتمنى بس ان ايه تكون خفيفة علينا شوية. ان شاء الله دائما يا ظل يا نادي الاهلي. هو يتفرج على اليوتيوب بقى كابتن معي. سابسكرايب. بعد كده سعيد. انا بشكركوا شكرا جزيلا على وجودكم عايزة ما قلت لحضراتكم غدا ان شاء الله نادي الاهلي ومباراته الهامة المؤجلة من الاسبوع السبعتاشر ضد نادي مودرن سبورت. ان شاء الله ان شاء الله ربنا اكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراة. تلاتة برضو ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حتى لو واحد انا في مستقادي المباراة اهم حاجة تلاتة ولكن التلاتة ولا تلعب. ما ليس يا رب ان شاء الله انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكرة مش هنكون مع حضراتكم لان المباراة ساعة تسعة فحيكون مع حضراتكم كابتن ايمان شاوئي قبل المباراة بساعتين وما بعد نهاية المباراة بساعتين. اذا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا وارتقم مع حضراتكم يوم الاربع وحلقات جديدة من البيت كبير. اشتركوا في القناة